بعد بيانات عديدة وآزمات بالجملة عودة حميدة لنادي الزمالك في الدولة اشتركوا في القناة وبعد عودته لاستكمال الدوري الزمالك بيفوز بربعية على سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من دور نايل مباراة شفنا فيها تقلق زيزو ومصطفى شلب اللي بيسجل للمباراة التانية على التوالي وكمان تصريحات مهمة لجوزي جوميز بيرفض فيها الاستسلام على المنافسة على لقب الدوري الممتاز النهاردة شفنا كورة حلوة طبيعية ويا رب داني يهلا بحضراتكو حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في الدوري المصري الممتاز دوري نايل الزمالك قدر يفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة كبيرة بربعية مقابل هدفين مباراة كانت جيدة جدا من نادي الزمالك على المستوى الهجومي مش بنفس الجودة على المستوى الدفاعي ولكن الزمالك كان قوي جدا كان شرس جدا هجوميا النهاردة مصطفى الشلبي هو اللي تقدم للزمالك في الديئة أربعة وبعد كده إبوكا جون إبوكا تعادل سيراميكا كليوباترا في الديئة واحد وعشرين الأهداف أمام حضراتكم وبعد كده سجل دونجا الهدف التاني للزمالك بعد هدف إبوكا لأمام حضراتكم زي ما انتم شافين استل أو لسه في مشاكل في دفاع نادي الزمالك رغم الجودة الرائعة في النواحي الهجومية النهاردة نونجا سجل هدف التاني للزمالك في الديئة واحد وعشرين وبعد كده سديق أجولة تعادل مرة أخرى لسيراميكا كليوباترا في الديئة اتنين وسبعين ثم قدر البديل إبراهيم مانضاي إنه يسجل هدف التالت للزمالك في الديئة تسعة وتمانين وبعدها تابعوا المتقلق في هذه المباراة المتقلق عادة يعني أحمد مصطفى زيزو وسجل هدف الرابع للزمالك في الديئة واحد وتسعين وفاز زيزو في النهاية برجل هذه المباراة الزمالك بعد الفوز النهاردة تقدر تقول إنه رمى الضغوط من عليه طبعا بعد اللي حصل في المباراة الماضية مباراة النادي الآله وعدم لعبه للمباراة بس خلاص الدوري آه على المستوى الرقمي نظريا يعني لسه الدوري ما بعيدش عن نادي الزمالك أو ما اخسروش نادي الزمالك بالمعنى الألق يعني عمليا طبعا فيه صعوبة بالغة جدا 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 إن الزمالك يفوز بالدوري ده شيء منطقة وطبيعي فده مخلي لعبت الزمالك تلعبه يا مرتاح جوزي جوميز بيلعبه ومرتاح على فجأة جوزي جوميز رأيه النهاردة في المباراة أو في المؤتمر الصحفي كان بيقول اللي هو بعد المباراة أنه الدوري لسه مخلص رقميا لسه مخلص وبالتالي احنا نلعب كل مباراة على الثلاث نقاط قال النهاردة المباراة كانت رائعة وشهدت الكثير من المشاعر المختلفة لكن النقطة اللي ما حبتهاش النهاردة كانت وجود تحولات هجومية على الفريق فريق الزمالك وكانت تحولات هجومية ناجحة وقال إن السراميكري باترة فريق من الصعب جدا أنك تكسبه وبيعرف يعمل اللي هو عايزه في كل المواقف وبيقدر يلعب على السرعة والاستحواز قال كمان حسابيا إحنا مخسرناش لقب الدوري حتى الآن ولكن ما نعرفش اللي هيحصل إيه الفترة اللي جاية وإحنا هنلعب كل مباراة لنفوز بالثلاث نقاط كمان غير ذلك قال إنه الفريق قدم مباراة كويسة الفريق قدم مباراة محترمة قال إن انت لو سألتني بالنسبة للجماهير يعني تتمنى عودة الجماهير للملعب هقدر أقول بالطبع عايز الجماهير تبقى موجودة في كل مباراة ببقى سعيد جدا بوجود مجموعة كبيرة من الجماهير وقال إنه اللعيبة دايما بتبقى مستنية الجماهير كلم عن اللعيبة كمان وقال إنه أنا بحب بلعب معاهم جدا أو بحب الشغل معاهم جدا ودايما بيدوني طاقة كبيرة جدا إنه احنا نعمل شغل محترم جدا ده جزء من تصريحات جوزي جوميز المدير الفني النادي الزمالك ما بعد هذه المواجهة مباراة أخرى شهدت كثير من الجدل وبعدها بيانات أقول لك النتيجة أقول لك اللي حصل فيها الاتحاد سكندري فازع أو تعادل عفوا مع الداخلية واحد واحد مبلوله المتقلق جدا نسجل هدف الأول الاتحاد من ضربة جزاء في الديئة 52 وبعد كده تعادل إسلام عبد النعيم للداخلية في الديئة 67 هدف لم يحتسب ليه على الاتحاد وهو هدف صحيح 100% عادة ما بقولش رأيي في التحكيم يعني أو أقول كلام لو علاقة بالتحكيم بسيبه الخبراء التحكيم بس الإعادة بيانت إن مبلوله ما كانش تسلل بنسبة 100% فسجل الهدف واحد تسيب الهدف تسلل على مبلوله وبصراحة خطأ سيء جدا من منظومة التحكيم اللي كانت موجودة النهاردة أو من مجموعة الحكام اللي كانت موجودين النهاردة وإحنا في رقم عشرة قلنا نسأل هو إيه اللي حصل يا جماعة؟ كرة واضحة يعني ما يعني إحنا هندفع عن الحكامنا ونقول إن هم كويسين وبشتغلوا في ظروف صعبة بس برضو يا جماعة فيه كرات واضحة بتدايق بتدايق اللي بتفرجوا ما بالك إنت الفريق اللي بيتضرر ولا قدرته ولا جهازه الفني ولا لعبيه ولا جماهيره بتدايق اللي بتفرج حتى لو ملوش مصلح بتدايق لما سألنا قالك إنه الفار تعطل في الوقت ده تعطل في الوقت ده في وقت الكرة دي فبرضو ده مش مبرر لأن الحكم المساعد كمان المفروض ما كانتش يحتسبها تسلل من الأول وإحنا تعودنا أو مش تعودنا ده القانون يعني إنه لو الفار تعطل لابد أن يخبر حكم المباراة كباتن الفريقين يقول لهم يا جماعة أخدوا باركم هحنا نلعب الفترة الجاية من غير فار عشان الفار تعطل مسؤول لاجل الحكام لما سألناه عن هذا الأمر قالك أجماعة تعطل يعني ما تعطل ومبرح يعني كان حد عارف إنه يحصل حديقة في مبراط بيراميدز واسموحة فيه ظروف خارجة عن الارضة ماشي نبلغ يا شباب نبلغ يا جماعة نقول والله يا جماعة أخدوا باركم حميلها بالحبة اللي جايين دول من غير فار طي ما فيش فار الحكام اللي في الملعب يصحصحه يعني فيه لقطات ما ينفعش تعدي على الحكم ما ينفعش طول الوقت اعتماد على الفار وخلاص أنا أحسن تسلل أنا هرفع الرؤية وإن شاء الله الفار يندالي طي ما أنا ده هلكش مش كيلة كبيرة الاتحاد طلع بيان رسمي بعد المباراة الاتحاد سكندري وتعالي أقول لك اللي قالوا فيها يلا شباب أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجة رسمية للاتحاد لا الأول لازم جيب لك العنوان قال لك فار الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة والعدالة غائبة في الدوري المصري وكثير من علامات التعجب طبعا في العنوان أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجة رسمية للاتحاد المصري كورت القدم ورابط الأندية تدى طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام الداخلية بكاء الحكم محمد العتباني تستنكف فيه الأخطاء التحكمية التي تشهدتها مباراة اليوم وقشارت إدارة نادي أن حكم المباراة لم يكن موفقا على الإطلاق واتخذ العديد من الكارات أضرت بالفريق وأبرز على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للعب مبلوله في الدقيقة العشرة من الشوت الأول قال لك أن الكرة دي اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحتها كان هذا الهدف الغير محتسب والذي تم إلغاءه كفير بتغيير سير وإحداث المباراة وقال وأوضحت إدارة النادي أن مثل هذه الكارات والأخطاء التحكمية المؤثرة عن نتائج المباراة من شأنها التأثير سربا على مسيرة الفريق وإضاءة مجوداته وطالب نادي الاتحاس جندالي بضرورة إيجاد حلول سريعة وعجلة لإنقاذ المسابقة من قبل ربطة الأندية حيث تعددت الشكاوى من معظم الأندية من الكارات التحكمية الغير عادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباراة الدور المصر وقالة مركز معي بقى لا ارجع يا تعالي كان فيه جملة حلوة أصلا عايز عيدها معلش هقولك طيب قالك إيه بقى قالك حيث تعددت الشكاوى من معظم الأندية من الكارات التحكمية ركز معي تلك عشان هجيلك في جملة مهمة أوش حيث تعددت الشكاوى من معظم الأندية من الكارات التحكمية هقولك حاجة ليه علاقة بالإحساس مش بمعلومة ولا بقى حديث حتى خارج الها ولا إشيء مجرد إحساس أنا الآن على الدور السنة دي هتقولي الآن من إيه مش عارف حاسس أنه فيه اتفاق ضمني مش معلن ولا مكتوب ولا متقال بس من الكل الدور ده مش عايزينه يكمل الأندية بتتسابق على فكرة طلع بيان أنا مش عاجبني على فكرة بالمناسبة بيان للتحاد ده واحد من البيانات الأليلة جداً الأندية اللي شايفه بيان مكتوب بزكاء وبهدوء باستثناء العنوان يعني ده هتفاقين من كم يوم كده جبتلكم البيانات الحربية اللي بتكتب بيكتبوا صغة طيلة أوش هجمع أقول إن انت متضايق وخلاص في جمل بتبقى طيلة أوش في البيانات كل الأندية كل الأندية مش بكام عندي واحد فده بيان إلى حد كبير هادي إلى حد كبير يعني بس تحس فيه شعور كده إنه الناس مش قابلة أي حاجة محدش محدش مستحمل للتاني على غلطة أنا لقيه تسلم أنا لقيه جول أنا لقيه ضرب الجزاء أنا لقيه للمنافس انذار أنا للمنافس كان مخفوض ياخد طارد أنا مش عاجبني للحكم أصل الحكم ده عمل مش عارف إيه كل الأندية واقفة على بركان نار كله مولع نار ولسه شوية ده الدول لسه مكمل معاه شوية ده أنت عايف لو الحكايات دي بتحصل في آخر جولتين تلاتة هقولك يعني يبدو طبيعي شوية لكي إحنا لسه بدري لسه بدري والناس سخنانة قوي فأنا عسألكم بصراحة لكل الأندية اللي في مصر هو أنتو مش عايزين دوري يكمل هو أنتو مش عايزين المسابقة تخلص على خير هتقول لي يا عم أنا مليش مصلحة يتلعب ما يتلعبش يخلص ما يخلصي أنا مش فري معاك أنادي سين من الأندية عشان بس تبقوا فاهمين يا جماعة كل مباراة بتتلعب في الدوري ده تمنها فلوس للنادي ده وللنادي ده كل الأندية بتاخد فلوس وبتكسب فلوس من المباريات تسوقيا وبس وتفاصيل كثيرة ما فيش نادي يتحمل فكرة إلغاء الدوري ما تستسلوش الموضوع موضوع كله على الصناعة فيه ضرر طيب عشان نحافظ على الصناعة ونحافظ على الدوري بتاعنا أنا رأيي محتاج قوة شوية من رابطة الأندية ومن اتحاد الكورة المسؤول بقى في كل لجانه يعني اللي أجل الحكام هنا في اتحاد الكورة اللي أجل لجان المسابقات هنا المهم بس إنه بقى أكثر شراسة وقوة مع ردود فعل الأندية يعني النادي اللي كل شوية هيعمل لي مشكلة لا يا فندم ما تفضلش تطلع لي بيانات لا يا فندم اعترض في مير رسمي مش لازل تعمل لي بيان لا لو سمحت ما تقول ليش الحكم ده ما يحكمنيش لا لو سمحت ما تقول ليش أنا مش عايز ألعب دلوقتي وعايز ألعب بالليل عايز ألعب الصبح عايز ألعب بالنهار واللفة دي كلها وفي نفس الوقت كلم لجانك وقال للأخطاء لا الحكام عندهم مشاكل يا جماعة أنا أكثر واحد يدعم التحكيم في مصر وطول الوقت يعني يتم لومي على فكرة إنك بتدفع عن الحكام بس الأخطاء بقت تزيد وأحيانا مستفزة أنا بقولك النهاردة أنا مش طرف في مباراة الاتحاد والداخلية أنا مش مشجع الاتحاد ومش مشجع للداخلية ما بالك أنت مشجع الاتحاد وإدارة الاتحاد وجهاز فن الاتحاد وقابت الاتحاد اللي بتضرره بشكل مباشر من خطأ واضح يعني حتى ما قدرش أبرره يعني ما أقولش إيه مثلا أنت تقديريا واصلة والخط كانت رسم مش عارف إيه ده خطوط الملعب بين مبلورهم سابق مثلا بنص يارضة آه عفوا متأخر بنص يارضة عن المدافع بتاع الداخلية فأنت منين في نفس الوقت بالنواية السليمة عارفيني أنه ما فيش تعمد لقدر الله يبقى فيه مشكلة فنية عند الحكام نحله يعني زي ما أنا بطلم من رابطة الأندية ولجنة الحكام واتحاد الكورة أنه يبقوا رضعين جدا مع الأندية الأندية مش كل شوية تسرخ وتزعع عشان دور ما يحصلوش مشكلة ويبوز ما تصلح أنت أخطائك الأول عشان ما تعمدش الصورة دي طول الوقت إحنا طول الوقت يا جماعة أنا كل يوم عندي حلقة في حكاية وفي مشكلة دوري إيه ده أنا أفهم كل أربع عسابيع يبقى فيه حد متدايق من لقطة معينة ونتعامل معها كلنا بهدوء لكن لما يبقى في كل مباراة تقريبا فيه مشكلة يبقى المنظومة كلها فيها مشاكل معي عبر الهاتف الآن الأستاذ المحترم محمد أحمد السلام عدو مجلس إدارة نادي للتحاد السكندرية فاندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا النهاردة الكورة بتاعت مبلوله وبعدها بيان من نادي الاتحاد كان فيه غضب واضح من نادي الاتحاد على الله والله يعني أكثر من اللي أنا بسمعهم من حرصك ده يعني أنت عبرت عن الصورة كاملة يعني وانت أوه بتقول أنا لو بشجع الاتحاد ولا بشجع الداخلية أنت أحد بيتفرج وبحابب الكورة وبحابب المنظومة يعني أنا آسف والله يعني أحيانا الواحد بيكره القصة دي خلص فعلا الموضوع بقى خرج عن الإطار خرج عن الحد الموضوع خلاص ما عادش فيه مقاييس كل أسبوع النهاردة عندنا مشكلة جماعة ومشكلة أكبر من اللي قبلها ومواضيع بقت بتاخد أشكال وفي الآخر إحنا مش لقين أي رد فعلا يعني النهاردة محتاجين ردود من لجنة من رد ملابطة الأنبية من اتحاد الكورة فيما يخص لجنة التحكيم كل شوية بنسمع كلام فلان توقف فلان راح فلان جي بس أنا أشهد الوقت بالصيغة بتاعة البيان للتحادس كاندير رغم الغضب الشديد وحققه يعني إنه لأن صيغة البيان مفهاش أي قارات فعالية مفهوش مثلا إحنا مش عايزين الحكم الفلاني عايزين الحكم العلاني إحنا متضاييين إحنا مش نلعب مباراة يعني برضو الصيغة كانت مهزبة وصيغة ذكية يعني أنه أنت بس بتعترض أو بتبدي اعتراضك يعني تمام أستاذ كريم بس برضو إحنا لازم إحنا مستنين رد يعني برضو في كل الأحوال إحنا لازم مستنين رد سواء من راطة الأندية ومتحد figura لازم يعني إيه الموقف اللي حيتعمل النهاردة يعني النهاردة تلاتة ب Entertainment بيروحوا من فريق إنت النهاردة في آخر الموسم النهاردة ما تعرفش إه اللي ممكن يتم نهاردة إنت آخر السيزن مين في آخر السيزن هييجي النهاردة آخر السنة هيقول لك والله انت وصلتوا الظلامتوا في ماتش الداخلية طبعا كلام مش لوجيك احنا طبعا الناس جالها احباط انت بتغير جهاز فني جديد النهاردة بقاله 3-4 ايام يكفي النهاردة ان انت كفاءة يعني انك ماتش مبارح بسبب برضو التخبط اللي حصل النهاردة واللي حصل ان الماتش هنا من الساعة 7 النهاردة تنقل الساعة 5 ونص الناس بتتمرن بقالها 3-4 ايام مع جهاز فني جديد الناس بيحاولوا تخيل كم الاحباط اللي طالع النهاردة بيه اللعيبة او الجهاز الفني او مجلس الادارة او الجمهور طبعا المواضيع بقت صعبة جدا يعني نهاردة زي ما بقول لها حياتك كل اسبوع عندك مشكلة في التحكيم كل اسبوع عندك مشكلة مشكلة غير المشكلة اللي قبلها ومع اشخاص مختلفين استاذ محمد انتوا اي الرد اللي هتبقى مستنينه من لجنة الحكامة او من رابط الاندية ان احنا غلطانين ان احنا كنا غلطانين ان الكورة جول واحنا بنعتزل عندها مسلا والله يا استاذ كريم احنا مش هنسبع الاحداث احنا مستنين نشوف هل هيبقى الاول في رد ولا لا اه لما نشوف الرد ايه وبناع عليها هيبقى في كتر مها مجلس الادارة هنقرر عليه اللي ممكن يتم ساعتها ايه طيب هل حد قال لكم ان تكنية البارطة عطلت في الوقت ده لا لا محدش بلق انا بالكلام ما كانش فيه حد ننبلغه خالص استاذ محمد احمد سلام عضو مجلس الادارة الاتحاد سكندرها بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وضع صحاب جد طيب النهاردة في الدوري ايضا الجولة التمانية وعشرين بلدات المحلة وي امبيت عدلاء سلبيا دون اهداف بالتأكيد نتيجة تحديدا لتاخدوا من مسوالح بلدات المحلة وان كان امبيت في موضع جيد في جدول الدوري وهي اول مباراة للكابتين احمد كشري مع فري بلدات المحلة طيب عايز اكلمكوا بقى اللي حصل مبارح مش هسيبها انا مباراة بيرامدز واسموح بص هقولك الرأيين وتعالوا نفكر بالعقل مع بعضك ده بيهدوه بس عشان امور دي دايما لازم تتاخد اهلي وزمالكم نفس اتقول اهلي وزمالك ازاي هقولك ما هو يعني بطبيعة الحال بعض من جميع الناس الزمالك عايزة بيرامدز يبقى ماشي كويس عشان الاهل الموافس الزمالك ما يكسبش يعني الحاجات اللي احنا مش بنقولها يعني ما بتتقلش بس ما هو ده طبيعي يعني ومنطقي عشان بيرامدز بالطبيعة الحال ما عندوش جماهير يعني اللي حصل مبارح انا اول ما شفته ده اسمه بالنسبة لي زار فقاري في حريقة حصلت حتى لما حصل الجدل بعد المباراة حتى اقول للناس هو يا جماعة هو لما يحصل حريقة ده من الزرف قاري يعني لما يحصل حريقة المفهود نكمل المباراة ده 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 ايه ده التفكير المنطقة الطبيعية اللي من الوهلة الاولى انا شايف حريقة حتى لما الكاميرا فضلت على المباراة واللعيبة لسه في الملعب والحكام ده مش بس كده ده كان فيه جماهيل وقفة في المدرجات جنب المحاول اللي اتحرق وانا عمال اسأل نفسي هالناس دي ما خرجتش برا الملعب ليه عشان برضو دي من حاجات الغريبة دي حاجات برضو عدت كده انا شايف ناس في المدرجات وقفة جنب المحاول اللي اتحرق وشايف العيبة ليس موجودة في الملعب وشايف اجهزة فنية كلام ده لما يحصل في اي مكان في العالم اخلي كل الناس بتبقاش موجودة بس احنا كان عندنا امل ايه ان المباراة تكمل بعض الناس قالك لأ نكمل المباراة لأ عشان من نخش في جدره بتاع طب وارواحي ان شاء الله خير الجملة الشهيرة بتاعتنا اللي ربنا هيعوزه هيكون بطبيقة الحال يعني كلنا مؤمنين فتمام مش خلصت المباراة وطلع احمد دياب رئيس فرابط الاندية وقالك انه خلاص اللايحة بتقول ان المباراة طعاد طيب هي كان الجدل ايه انه كانوا متعدلين سموحة وبرامدز واحد واحد بس سموحة كان هيلعب الشوت تاني كله ناقص لاعب عشان كان اتطلب منه الهاني سليمان مع نهاية الشوت الاول فاكيد فرصة اكبر لبرامدز انه يفوز بالمباراة اللايحة بتقول لو ظرف قهري طعاد المباراة لو انقطاع في الكهربا تحسب النتيجة للفريق الضيف اتنين لشيء فجيب ببرامدز النهاردة وقالك بحسب الراجل مسؤول عن الشؤون القناة في النادي قالك لأ المباراة دا كان انقطاع كهربا واحنا مش مسؤولين عنه وبالتالي تحسب المباراة بفوز برامدز بهدفين دون رد وده مش ظرف كهري عاد تسأل والطقص عاد تسأل والطقص في رأي ولهم منطقه برضو خد بالك يعني بارح كان عندي رأي صارم جدا انه محدش يكلم معايا ده ظرف كهري هيطلع يمين هيطلع شمال ده ظرف كهري بس لما تسمع القراءة الاخرى تلاقي فيها من المنطق القراءة الاخر يقولك ايه يقولك ما هو سموحة ده مباراة وهو اللي اختار نوعي لعب بالليل اختار نوعي لعب بالليل فيبقى مقام من اموره كلها لا علاقة بالامور الكهربائية والاضاءة والكلام ده كله فحاجة حصلت مشكلة فدي مشكلة سموحة وهو اللي يتحملها أنا مليش دعوة كفريت ضيف حصل حريقة ما حصلش حريقة يعني مليش دعوة ده رأي في رأي تاني شبهه يقولك انه لو كل واحد حس انه المباراة هتروح منه ولا نار كده بسيطة مش حريقة يعني طفى نور اي حاجة والمباراة تتعادت فكده هتبقى مصلحة ليه فلازم الموضوع ده يتقفل من بابه هتقول لي انت كريم ميال لي ايه هقولك انا كنت ميال ان المباراة تستكمل على ظروفه اظن ده كان كله هيرضى بيه كانت كله هيرضى بيه كانت تستكمل بس ده اصلا مش موجود في اللائحة فما يقدرش او متقدرش رابط الاندية تقول ان المباراة تستكمل متقدرش عشان مش موجودة في اللائحة فتعمل ايه فتعمل مشكلة اكبر احساسي ان الموضوع ده مش هيخلص بسهولة مش هيخلص بسرة هنطول فيه وبرامد زي هشتكى اكتر وممكن يساعد اكتر مش هيخلص بهدوء تصوري وان كنت طبعا نتمنى يخلص بهدوء بس احنا ما تعودناش ان في حاجة بتخلص بهدوء عندنا اذا كان اللي بيبقى عنده نص حق بيحاول يقعد يلف حوالي نفسه عشان ييبه فدول شايفيني وعلى فكرة بالمناسبة لو برامد زي خاد اللي هو عايزه في النهاية ما اسموه هيعترد هيقولك لا انا مالش المنبارات حسب عليها ليه ده في حريقة هلعب ازاي وفي حريقة هنوعد نلف عشان كيف يقولك الرائيين لهم من المنطق الكثير عشان بس ما ايه انا عارف ان كل واحد هياخد الرأي حسب انتماؤه بس الاتنين فيهم منطق اللايحة بتقول ايه اللايحة بتقول ان المباراة عاد دي اللايحة بتاعيتنا احنا هيحصل ايه بعد كده الله اعلم معايا عبر زوم الان لقاء مهم جدا مع واحد من النجوم الكبار بسكال تسوبل بولو واحد من اللاعبين الكبار في منتخب السويسرا حاليس مارما منتخب السويسرا وبازل وفولهم وبايا ليفركوزن السابق ومدير مدحف الفيفا الحالي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا بالتأكيد عايس الك في البداية على فوز المنتخب السويسري اليوم على المنتخب الايطالي يبقى منتخب ايطالي حتى هو اضعف احواله هو اسم كبير في تاريخ كرة القدم العالمية وبالتأكيد فوز مهم للمنتخب السويسري اليوم نعم بالطبع انا سعيد لفوز السويسرا على ايطاليا هل كنت بتتوقع النتيجة دين نهضر هل كنت بتتوقع ان السويسرا هتكون افضل بالشكل ده عن المنتخب الايطالي انا اتابع المنتخب السويسري والمنتخب يتطور وفي هذا الوقت قد قدينا اداء رائعا اداء مذهل كفريق وخصوصا في منافسة كاليورو او تصفية مهل الكأس العالم بقيادة موراتيكين وجهازه الفني يؤدون اداءا رائعا مع الفريق والفريق يتجوب جيدا معه مع الجهاز الفني الجهاز الفني لا يفكر الا في كرة القدم الان قد بنوا فريقا قوي جدا فقط ما استطيع ان اقول ان الاداء كان مذهلا في هذه المباراة ضد ايطاليا كانت نتاجا لما حققوه في مرحلة المجموعات لم يكن مفاجأة سويسرا اظهرت روح الفريق بشكل رائع بشكل مذهل وكيف وكيف تتعامل مع المواقف بشكل جيد سويسرا الان هو فريق متطور فريق رائع وانا اتطلع كثيرا للمباراة القادمة لسويسرا هل تطاقع ان سويسرا قد تصل لنهاي البطولة ولما لا يتفوز بالبطولة في النهاية ولا الامور هتكون صعبة هو صعب طبعا ولكن هذه كرة القدم يجب ان اقول في اي منافسة وخصوصا منافسة كهذه بطولة مجمعة لا يوجد حدود لا يوجد حدود لتوقعات فكل فريق قد اظهر مستوى رائع وقد اظهرت بعض الفرق الصغيرة انه لا يوجد حدود للطموحات فبالتالي بالتالي انت فوزت على بطل اوروبا سابقا فبالتالي لا يوجد اي حدود ان تصل قبل النهائي او تصل للنهائي وتفوز على اي خصم لا يوجد فريق مسيطر على اوروبا الان الفريق قد اظهر شخصية رائعة واظهر اداء مذهلا بشكل عام شاف اليورو هذا العام بطولة قوية ام لم تظهر قوة بعد يجب ان اقول انها بطولة مثيرة الاهتمام لدينا لدينا فرق قادمة فرق تطور لم يكن متوقعا ما حدث في دور المجموعة ربما ليست لديهم افضل اللاعبين ولكن روح الفريق قد ظهرت قد اظهروا لعبا رائعا لعبا هجوميا رائعا نحن ننتظر المزيد من اللاعبين الشباب لنراهم وليصبحوا في المستقبل اكبر الاسماء في اوروبا خصوصا في هذه البطولة بالنسبة لي هذه البطولة حتى الان جديرة بالمتابعة والتحليل وسنرى فرقا رائعة خلال دورة ثمانية من في رائعك بعد ما شاهدت من مباريات المرشحين الابرز للفوز بهذه البطولة في البداية انا بالطبع الجميع يفكر وانا طبعا كذلك في انجلترا انجلترا هي منتخب قوي ولديها دوري قوي جدا فبالتالي انجلترا ولكن انجلترا في مرحلة المجموعات لم تظهر هذا الوجه القوي وخصوصا الان امام بورات سولوفاكيا لا نعرف ماذا سيحدث فبالتالي سأتابع كيف ستسير المباراة وهل ستتحقق التوقعات لان التوقعات عالية في انجلترا بالطبع ايضا فرنسا لديها حظوظ قوية لديها العديد من اللاعبين الرائعين والاسماء الكبيرة ولم يحققوا ايضا ما توقعه الجميع في مرحلة المجموعات ولكن اسبانيا اسم كبير وقد اظهروا كرة قدم رائعة في مرحلة المجموعات يلعبون بتيكي تاكا الطريقة المميزة لديهم وقد اثبتوا عندهم فريق قوي جد ومن الصعب ان تواجههم وان تؤدوا وايضا رأينا البرتغال ولكن ما رأيناه امام جورجيا كان مخيبة للامال لان منتخب جورجيا قد ادى مباراة رائعة ويلعبون كرة هجومية رائعة فبالنسبة لي قد حققوا نتائج رائعة ولكن اسبانيا هي المرشح الابرز وبالطبع النمسا قادمة بقوة كلنا شاهدنا اداء النمسا في مرحلة المجموعات وكيف يفوزون كما فعلت سويسرا بالطبع امام الماني فبالتالي مرحلة الادوار النهائية لا حدود لها يمكنك ان ترى الكثير من المنتخبات يجب عليك ان تكون مستعدة لأي منافس ولهذا هذه البطولة المفضلة لي انا احبها كثيرا النسخة الحالية باسكالات سوبر بولر حارس مرمى منتخب سويسرا وبازل وفولا موبايل ليفر كوزن السابق ومدير متحف الفيفا الحالي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم طيب قبل الفاصل كنت بكلمكم بشكرك يا فن قبل الفاصل كنت بشكركم او بسأل كنت بقول لكم على موضوع البيراميدز والحكاية بتاعت البيراميدز ومباراة الامس والقصة بتاعت الكهرباء وانقطاع الكهرباء او الحريق اللي حصل حط بقى كل الكلام ده على جنب وتعال لي بقى في اللي جاي عشان اللي جاي تقيل اوي وخطير جدا وكارثي وينزر وينزر منهيار ايه عم الكلام التقيل ده تعمل زي الكلام اللي بتكاتف في بيانات الاندية ا في مشكلة كبيرة في مصر حاليا في كرة القدم المصرية قد قد تدمر كرة القدم المصرية انا قاصد ابلغ انا قاصد اقول كلام كبير عشان اللي جاي ده لازم يقلق ويخوف انا هكلمكم على موضوع المراهنات اللي كتير من جمهور الكرة في مصر دلوقتي بقت بتخش على أبليكيشنز ومواقع وبتراهن على نتائج مباريات الأبليكيشنز ديت مش طالعة من مصر هشتبقى فيها انا هشرح لك بس الحكاية فيه أبليكيشنز بتتعامل البرة في أوروبا ومواقع في أوروبا في أي حتة بقى في العالم وبتبدأ تدخل كل المباريات والدوريات اللي موجودة في العالم فانت عايز تخش مثلا قاعد في انجلترا فعايز تخش تراهن على مباراة في الدوري المصري ينفى عايز تراهن على مباراة في الدوري الهندي ينفى تخش تحط حسابك تدفع فلوس تدفع مثلا 100 جنيه 1000 جنيه مليون جنيه حسنا مش ببقى فاهم الأرقام الماكسيما بتاعي تقدر تدفع لحد كام وتدفع 100 جنيه مثلا وتقول انا هراهن على مطش في الدوري المصري بين كذا وكذا فتكسب فلوس ولو انت دفع الميت جنيه ديت بتراهن على مطش طرفه قوي جدا والطرف الثاني ضعيف مثلا فانت راهنت على الطرف الضعيف فتكسب فلوس أكثر اهي انا بس احاول اعرض لكم شوية صور تبقى معايا في الايه في الحكاية بص دي النسب يقولك النسبة انت لو انت اهو 1.4 يعني انت لو راهنت على العليمين ده اللي هو 1.4 مش تكسب فلوس كتيرة طب لو راهنت على الشمال ده هيبقى تاخد 9.3 فتاخد فلوس كتير قوي عشان هنا المخاطرة أكبر شوية فانت لو دفعه 100 جنيه ممكن تخليها تبقى 1000 جنيه لو دفعت هنا 100 جنيه ممكن تبقى 120 جنيه اللي كسبتوه يعني مثلا اقولك مثلا فطبعا الموضوع ده بقى كتير عند جماهير الكورة فبصة مثلا دي هي نقطة مهمة قوي انت دفع 100 جنيه بقى 712 جنيه طبعا انا مش محتاج ببدايا كده قبل ما كمل كلامي اعرفك ان ده حرام يعني فاهم يعني في حاجات انا مش بحتاج اقولك ان الرهان حرام بناخدها منو احنا صغارين منو احنا قالت صغيرة بيا ربونا يقولنا الرهان حرام عارفينها دي في الدين يعني مش كلام كريم تمام فخلاص حط بقى حرام على جنب بس فيه ناس بتعمل حرام ده فيه ناس بتعمل حرام ده سيبك من قصة الشباب اللي ان شاء الله ربنا يعفي عنهم ونساعدهم وننصحهم ان ده حرام وما يتعملش كده حط ده على جنب دي ليه قصة وحكاية تانية فيه مصيبة بتحصل دلوقتي واللي هقولولك ده اكيد 100% من لعبين بعينهم فيه لعيبة ممكن يفوت جول مش لعيبة بقى مش لعب ممكن فرقة ممكن مدرب ممكن ادارة تفوت مباراة هتقول لي هيفوت مباراة عشان مين جنيه لا ما هي الحكاية ما تبقاش كده اشرح حالك اشتفهم بس احنا رحيم فين وستحملني شوية عشان الموضوع معقد شويتين وهتفهم انا عايز اوصل لي فيه واحد كريم مثلا قرر يعمل باتشاية باتشاية دي يعني ايه يعني مجموعة من المباريات في كل دوريات العالم يقول والله الفرقة دي هتكسب 3-1 الفرقة دي هتكسب 2-1 الفرقة دي هيتعدل 1-1 الفرقة دي اللعيب هياخد النزارة خبكت بتخش تراهن على اللعيب هياخد النزارة اللعيب هياخد طرد ودي حصلت مع بكيتة في وستهام الانجليزي اللعب البرازيلي لما رأي انه هياخد طرد وفيلم اتعمل في الدول الانجليزي فانت بتخش يعمل ايه مجموعة من النتائج ويدي كود يقول لك حط الكود ده زي ما هو محتوى حط الكود ده حط الكود ده وهتنزل النتائج دي كلها وانا اللي اديك الكود ده هشاركك في ارباحك في النهاية لو التوقعات دي كلها هتدعي الصح طيب اللي عمل الكود ده العمل باتشاية دي توقع النتائج دي كلها ازاي المفاجأة ان في مباريات في الدول المصري بحسب الباتشاية ديت طلعت النتيجة زي ما الراجل حطها في الكود هتقول لي صدفة هقول لك وارد وارد مش نخش في النواية بس لما تبقى مرة واثنين وثلاثة هتفتح بقك وتشك سيبك من الدول الممتاز انا اللي بقول لك دوت بسمعه بقى من لعيبة كرة ومدربين في لعيبة بتفوت عشان الحاجات دي هتقول لي طيب هو اللعيبة هيستفيد ايه واللي بيعمل الكود ده والباتشاية دوت بيستفيد ايه ما انا قلت لك اللي بيعمل الكود ده لو نتاج دي طلعت صح هو بيشارك الأرباح مع كثير ممكن ألاف وربما مئات الألاف من الناس اللي دخلوا ورهنوا وكذبوا فتلاقي الراجل ده ممكن في كود واحد يكسب ملايين فأنا لو رحت لسين من الناس لعيب أو مدرب قلت الحارس مثلا حارس مارمو مثلا ما تفوت جولين كده عشان أقل الماتش ده يخلص 20 صفر تمام فراح الحارس ده فوت الحارس ده ممكن ياخد رقم ربما أعلى من عقده أو بلاش عقده عشان ما بلغش ربما أعلى من داخله مثلا في شهر وفيه ناس ما بياخدوش فلوسهم فيه ناس بياخدو فلوس قليلة فيه ناس ما يعني الموضوع خطير جدا الكرة نفسها المنظومة نفسها تتدمر فممكن تلاقي فرقة بتفود لفرقة وفيه لعيب بيفود للفرقة الأصاد فيدمر فرقته نخش في حاجات كارثية طبعا السيطرة على الأمور دي محتاجة طبعا أولا وأخيرا توعيات دينية طبعا ده حرام تاني حاجة تحكم في الأبليكاشنز والمواقع دي تالت حاجة عندها بتراجع وبترائب وبتحاسب رابع حاجة لعيبة عندها ضمير كان فيه حاجة من أسبوع تقريبا هي دي رفع عليكم لانتو جبتها ليه عطل أو واحد حاطت اللي هي الكود أو البتشاية دي بيقول أن بيرامدز هيكسب المكون العرب تلاتة واحد فبيرامدز كسم مكون العرب تلاتة واحد واحد بيقول له آه دي تلقى تكوريكت مئة في المئة هو واحد فيه بيقول له إن ده التوقع صحيح قال له آه مئة في المئة وبعد كده واحد تاني بيقول لأ اتنين سفر وفي الآخر بيقول له هل انت متأكد وفي الآخر النتيجة خلصت تلاتة واحد إحساس أنا في دي تحديدا مش شرط يكون فيها تلاعب ما برضو ما أنا ممكن أخش عامي كود ده قانمي نتائج وتيجي معايا مباراة بيرامدز انبارح وسموحة نفس الكود ده كانوا حطيني إن المالش هليخلص اثنين واحد المالش تلقى وهو واحد واحد كان لسه بيقول تاني برضو أنا مقدرش أتهم حد بشكل مباشر مستحيل ما عندش دليل بس بقول إن الموضوع خطير ويستحق البحث وإن إحنا نمشي وراه في حاجات من الحاجات دي بتحصل بالصدفة وبالتوقعات منطق بس في حاجات فيها خطورة ومشاكل وفيها تلاعب طب بيحصل في أكبر دوريات العالم لما بقولك لعيبة في الدولة الإنجليزية بتتلاعب دول بياخدوا ملايين الملايين ليه عشان الأرقام والمكاسب مهولة مرعبة وتخوف أنا فتحت الحكاية دي النهاردة جزء كده بشاور بس طب اللي جاية هنحاول نتعمك أكتر ونشوف حلول واضحة إن إحنا لقدر لا ما نخشش في غرقة اسمها غرقة نغرق كلنا فربنا يسطر دي حكاية تعالوا نروح ليه أخبارنا النهاردة والنادي الأهلي الجلس الفني للنادي الأهلي بينظم هو ولعبي الفريق غدا حفل للمهاجم الفرنسي الفرنسي أنا أفكر لك اللي هو فرنسي عشان تنسيت الفرنسي أنتوني مودست خلاص عاعده خلص مع النادي الأهلي وهيرحل رسميا خلال ساعات بكرة هيعملوله حفل تكريم تكريم للراجل على وجوده في النادي الأهلي مش هده أقوله على ما قدمه مع النادي الأهلي التكريم على وجوده في النادي الأهلي وبص عشان أقول لك رائعي في كصة مودست دي وانا أقولتها كذا مرة بس هقراره تاني وماشي أنا لو النادي الأهلي وكان مودست قدامي وكان آخر أوبشن خلاص ما عنديش غيره أنا جايب لعيب من دورتموند بيلعب في الدول الألماني في رقيته بتنفس في الدول الألماني عنده 35 سنة هتقولي يخده سن كبير هقولك ده مسن كبير على لعيبة لسه مكملة في أوروبا بيلعبه حد 40 سنة كريستان هتقولي مش كريستان نرده المودست كريستان نرده حالة خاصة 20 سنة أقولك في لعيبة كتير وصلت 40 سنة في أوروبا وقدروا يقدوا وانت جايب دوري أقل من الدور الألماني المنافسة فيه سهلة فخمس نتيجة سنة دي في العادي للأهلي كان عامله مع اللاعب اللي يا سنة مقبولة بس الراجل بصراحة جه هو ما عامتش أحا خالص خالص الأهلي ما استفدش منه إطلاقا فهي عاملة تلعب زي بطيخة خلق يعني أنا كنت فاكر أنها هتبقى حاجة عظيمة فبوزت فأنا مش قادر ألوم على مسؤولي النادي الأهلي مسؤولي التعقدات في النادي الأهلي الأمور الفناية في النادي الأهلي الليه أنا جايب يا جماعة لأم البونز اللي يجا أنا جايب لأم الفرقة كابت نفس الأخر اللحظة في الدول العلماني بروس دورت بس ما عملش حاجة ماشي مارس الكولر كمان بلغ إدارة النادي الأهلي إنه مش هيحسن موقف الكندوسي أحمد الكندوسي اللعب المعارق إلى السينامية الكولر بطر إلا بنهاية الموسم هم مستعجلين بيقولوله قلنا هنرجع أحمد الكندوسي أو لأ عشان لو كده نبيعه ولا نعيره قال لهم أنا مش هحسن أمر الكندوسي إلا نهاية الموسم أشوف احتياجاتي أخلص احتياجاتي أشوف الأجانب اللي عندي كل التفاصيل دي ولو في مكان لأحمد الكندوسي ممكن يرجع لكن دلوقتي أنا مش هحسن أمر أحمد الكندوسي عشان ممكن أبقى محتاجه آخر الموسم كمان الأهلي بيستعد الإعلان عن تجديد عقد عمر السلية ومحمد هاني العباء الفريق خلال أيام الأهلي أتم اتفاقه مع محمد هاني على تجديد ثلاث مواسم واللعب هيحصل على راتب الفئة الأولى فيه النادي الأهلي وتم الاتفاق على إبقاء نسبة المشاركة فيه العاد هو كان عايز نسبة المشاركة تتشاره والأهلي قال له لأ لازل تبقى موجودة هو وافق على هذا الأمر عمر السلية هيتم التجديد ليه لمدة موسمين هيتم التفعيل الموسم الثاني من التجديد اللي هو السنتين ده بالاتفاق بين الطرفين يعني هو موسم ولو الأهلي يحتاج اللعب الموسم الثاني هيكمل معاه طيب اللعب نفسه في الموسم الثاني أعلى أنا مش عايز أكمل في النادي الأهلي من حقه برضو هو لازم رضى الطرفين لازم رضى الطرفين وفيه بند في التعاقد هيتح للعب الاحتراف حال تلقيه عرض من أحد الدوريات العربية طيب ماذا عن موقف المصابين في النادي الأهلي في الوقت الحالي والنادي الأهلي في منافسة كبيرة على لقب الدولة تعالي أقولك الموقف بالنسبة للعيب الأهلي مش معنا؟ طيب هقولك أنا أكرم توفيق هيقضع للفحص الطبي قبل مران الغد من أجل الاتمنان على كلمة الرجبة اللي اتعرض لها في مباراة فاركو الأخيرة وعلي معلول بدأ المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وطر أكيلس واجراه اجراها خلال الفترة الماضية وبرسيتاو لسه بيعاني من إصابة بشد من الدرجة التانية في العضلة الخلفية وهيخود الفترة اللي جاء المرحلة التانية من برنامجه التأهيلي وعمر كمال بيعاني من إصابة بشد في العضلة الأمية ومنتظر مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة وممكن بكرة تلوه في التدريبات كمان طيب ده بالنسبة ليه النادي العالي النادي المقرار العرب النهاردة أعلن تعيين الكابتن عماد النحاس مديراً فنان للفريق لولاية تالتة تالتة ده بعد ما النادي قبل استقالة الكابتن معتامة جمال المدير الفني لسوق النتائج أنا بحس إن الأندية في مصر بتلف على نفس المدرب ما تسيبه يا عبد يا عماد حسده تلات مرة هتلاقي بقى كل نادي كده المدرب اللي نجح معك مرة هترجع تروح وترجع له مرة أخرى ده بيحصل من الأهلي بالمنازمة من الأهلي الحد تحت كل الأندية ما هتسيبه من الأول مشيت الأيام صعبة شوية معاه ما تقولش أماشيه أجيبه حتى رعش هم بتتصعب أكتر خليه مكمله أولا هيلم الدنيا دي أحكي بارح في مباراة الأهلي حكم نادر أمر الدولة هتقولي الصورة يا شباب وأنا بكر بعد المباراة زوجته وابنه طلبوا أن هم يتصوروا مع إمام عشور وقف حكم المباراة كابتل نادر أمر الدولة وبقى يصورهم وبعد كده دخل هو كمان في الصورة وتصور مع إمام عشور لا حصل إمتى بعد نهاية المباراة خالص يعني كان كل الناس مشت وكل اللعبة خرجت بس في حد التقط هذه أو هذا المشهد يعني وبصراحة الدنيا قامت وما قعدتش وده يديك ملخص إحنا بقينا فين إحنا كلنا بقينا شكين في بعض كلنا مش قابلين حاجة من بعض كلنا نوايانة ما بقيتش من الآخر يعني سلك هتقول لي لي يا كريم هقولك مبدئيا كده يستحسن من الكابتل نادر أمر الدين نادر أمر الدولة ما كانتش يتحط في الموقف ده يستحسن يستحسن بكس معي يستحسن ليه؟ تحكم وفي جمهور وهيقولك أنت بتصور مع لعب الفريق المنافس وتفاصيل دي كلها يستحسن بس يا جماعة ما كفياكم مبلغاته أبوارة بقى حكم زوجته وابنه معاه في الملعب بابا لو سمحت أنا عايزة تصور مع امام عشور ممكن تعال يا حبيبي أنا تكلمت مع الكابتل نادر أمر الدولة على الفكرة وكان زوجته عند أحد الأطباء في الكاهرة وراحوا معاها الأستاذ هو وابنه ووقفوا ويتصوروا وفرحانين بالناس اللي بتطلع في التلفزيون بنجوم الكورة زي زي ما كلنا بنعمل حرارك وانت ماشي في الشارع حتى لو انت زمالكية وشفت الأم الأهلي بتبقى عايزة تصور معاه حرارك أهلية وشفت الأم الزمالك عايزة تصور معاه النجوم الكورة نجوم نجوم فتمام وبابا بقى بيروح يحكم للنجوم الكبار دول فهيخلينا تصور معاهم فالراجل بقالك كل المصورين مشوا فوقفت أنا تصورهم فرحان بيهم يعني فرحان بابني ومراتي ودخل بعد كده ايه تصور عشان الصورة يعني ايه قال ابقى وسطيهم يعني مشي عرفت كمان انه كابتل نادر أمر الدولة ابنه لما بيروح معاه الأستاذ اهو بيولي بياخد ابني معاه الأستاذ دايما تصور مع كل المجوم الكورة تصور مع عشقبالة تصور مع فرجاني سياسي كل سه مش لعيبة أهلي ولا إمام عشور أصلا هو الزمالكوية بيولوها اهو والصورة هي مع الوينش هو ده نجل الكابتل نادر أمر الدولة اهو ده واحد زمالك اهو إمام عشور كان أهلي هاتوا الصورة اللي بعدها لو معناه صور تاني دي صورة مع كهرباء دي واحد من الأهلي تمام هات اللي بعدها عادي يعني يعني أقصد إنه مشاهد إنسانية طبيعية بتحصل مع محمد هنج مع عشقبالة أهلي وزمالك عادي جد عادي جد أنا والله إما بدفع على الكابتن نادر أمر الدولة عشان هو زي ما قلت لك في الأصل كان يستحسن ما يتحطش في الموقف ده يستحسن يعني كم ممكن الصور دي ناخدها مثلا في قط اللبس ما مش لازم تبقى في أرض الماء مثلا بس يا جماعة سيبوا شوية حاجات للطبيعة البشرية يعني نجم كورة ابني هيفرح إنه هيوري الصحابه الصورة دي في المدرسة مع نجم كورة ولعيب كورة سواء في الأهلي في الزمالك في الإسماعيلي في أي فرقة وقف يتصور معه وخلصنا عفواره عادي إحنا خلاص أوه ده بيتصور ده بيتصور مع إمام عشور يبقى أكيد نادر أمر الدوى ده أهلاوي وهاتله بقى لقطتين من سنتين كانوا المطشي مش عارف إيه فشوفت بقى ده عشان تلع أهلاوي طب فيه سورة معاش كبالة إلحق ده تلع زمالكاوي طب هاتله بقى المطشي اللي كان على الأهلي ده واحتسب إيه اللفة دي يا حامباش عارفيني إيش عيشها طبعية يا جماعة من كتر المبلغات دي أنا عارف إنه السهل أقولك إيه لأ اللي عمله نادر أمر ده وده يستحق عليه العقوبة والتحقيق والبتر والشعر والأتل وكل حاجة ليه إيه ده شوية لو سمحتم يعني إنت لو في الملعب إنت كمشجع وشفت أي نجم كورة هتبقى حيب تتصور معايا بلاش إنت يا سيدي ابنك الصغير ده عايز السورة بعد نجم كورة عشان يوري الصورة دي لأصحابه في المدرسة مثلا يعني دي حكاية نهارده في اليورو دور الستاشر إيطاليا كما كان متوقعا ومتستغربش كما كان متوقعا تخرج من كأس الأهم الأوبية بطول تيورو الفين اربعة وعشرين على يد السويسرا من دور الستاشر سويسرا النهارده عملت حفلة على إيطاليا فازت بهدفين دون رد فراولر سجل هدف الأول في الدياعة سبعة وثلاثين وفرجها سجل هدف التاني في الدياعة ستة واربين وسبك بقى بالنتيجة سويسرا تكسب المباراة دي خمسة ستة مرتاح سويسرا كالديسة على إيطاليا في المباراة إيطاليا وحشة قوي إيطاليا ما تبقاش منها غير التشيرت الأزرق مش ده المنتخب الإيطالي منتخب بلا نجوم بلا أسماء كبيرة بلا شراسة بلا جريندا بلا حماس بلا أي حاجة اللي بيحبوا إيطاليا يصعب عليهم إيطاليا أوي النهاردة أو في البطولة دي بشكل عام ألمانيا كما برضو كان متوقعا صاحبة الأرض قدرت تفوز النهاردة على المنتخب الدنماركي الصعب بالمناسبة كاي هافر تسجل هدف الأول في الدياعة 53 وأحد أمها اللاعب العالم جمال موسيالة سجل هدف الثاني في الدياعة 68 وألمانيا رايحة على البطولة أنا تصوري أنه الأقرب للفوز بهذه البطولة المنتخب الألماني رغم قوة المنتخب الأسباني ومن المفترض المنتخب الإنجليزي على مستوى التشكيلة وأكيد المنتخب الفرنسي بس تحس ألمانيا نوية على البطولة دي حلستك كاميرين مع حضراتكم بعد الفاصل عشرفني وينوارني الكابات الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن كريم زكري خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني الكابات الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن كريم زكري في هذه الفقرة كابتن أسامة منور الدنيا ربنا أخليك كريم أنت اللي منور دايما كل حل الله يخليه كابتن كريم منور الدنيا بنورك حكيم أخبرك الحمد لله تمام كله كويس زي الفل الحمد لله أنا ما خشت على تحليم ماتش أعي أسألكها لحاجة يلا نبدأت الحلقة النهاردة قلت أنا بيتعلقان على الدوري تحس الدوري فوق صفيح ساخن حرفيا محدش طايق حد ومحدش مستحمل حاجة واللقطة بتتعمل لها قصة وحكاية وأقول يا جماعة تعالوا نحوط على الدوري بتاعنا عشان تشكلوا كده محدش عايزوا يكمل رأيك إيه؟ لا محدش عايزوا يكمل دي في عوامل كتيرة أيوة عملت عملية الاحتقان أن الدوري الناس خلاص حسة أنه بيبقى فيه كده سنة يعني مش عايزين نقول توجيه عايزين نقول سنة إيه يعني ناس أنت توجيه مينة كبت ما تفهمش أشو أقول أنا بقولك الاحتقان مش عايزين مش بأتكلم عن ليه نحن كناس بتحلل أنا بأتكلم بأقولك على الجمهور إحساسه كل إدارة نادي حاسس ده كل واحد تم خطأ عليه في ضرب الجزاء في هدف في أي مشكلة فحاس أنه لأ أنا أنت مش عايز نكسب أنت عايز ننزل أنت مش عايزنا أخذ الدول فالدنيا بقت فيها احتقان كمينجة أنا شفت يا كريم أوش أقطع كلامك شفت كمينجة بيانات وحاجات مرسلات لاتحادي الكورة من كل الأندية لا مرعبة يعني أنا نهاردة شفت مثلا النادي المؤولين آخر حاجة كان بيلعب مباراة بيرامدس اتخزم ثلاثة واحدة معترض عشان الحاكم إنه هو اللي حاكم مش عشان الأخطاء مفيش أخطاء في المباراة بزر وراو ما نفهاش أخطاء إنه هو معترض وعايز المباراة تتعاد عشان الحاكم صح 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 وليه تحب بيعترض الزمالك بيعترض بلد نحلا بيعترض الأهلي بيعترض بيرامدس بيعترض فكله إسماعيل بيعترض مصر بيعترض في الاندية وحالة عدم ثقة ودي نقطة مهمة جدا في اتحاد الكورة المتمثل في لجنة المسابقات المتمثل في ربطة الاندية الجميع والحكام الجميع عندهم حالة عدم ثقة كبيرة جدا من المنظومة القروية صح أنا عايز بس أفكر يا كابتان كريم عشان الناس ناسي في بعض الناس تستسهل فكرة إنه يا ما خلاص ما تدور يبوزي أما عنه ما تلعب وما يتمالش هو بتاع إحنا كلنا كمنظومة كورة ورياضة في مصر كنا بنسرخ ساعة الكورونا عنديها تعاني بسبب التوقف إحنا كشغل إعلامي بنعاني المصور مجالاته يعني مجالاته كمان فأنت الناس بمستسهلة فكرة إنه يا هم خلاص ما بلاش نوع إن نخلص الدولة دوت ونبدأ وحيد جديد وخلاص هي أنا شايفها طبعا معدلك برقوي إن أنت كرئيس نادي النهاردة أو منظومة راديية عايزة ترد جماهيرك وفي نفس الوقت عايزة تاخد حقك وفي نفس الوقت إنت لك حق تطلبه لأنك صرف ملايين الملايين يعني نات زي النادي المصري والاتحاد من الأندياء اللي صرفت السنة وكل الأندياء بتصرف ففي نفس الوقت إنت ما تقدرش تطلب عليهم قوي لكن في نفس الوقت أنا شايف إن هم شايفوا إن الطريقة دي اللي بيجيب حل من الآخر يعني عشان ما نزوّقش الموضوع ونجمل بدليل النهاردة ناتي الزمالك لما عمل لو ما لعبش القمة وعمل احتجاج وشوفنا اللي حصل الإسبوع اللي فده بعدها بيوم على طول طلع جدوى للدور كامل طبعا إنت مستني زمانك يحتاج عشان طلع الدور كامل بنشوف ما تشكي تلك جداً في أوروبا الفرب بيتعلن على طول بعدها بيجيب لك اللي بيحصل في قط اللبس إحنا ليه أصلاً ما بنعملش الكلام ده كله من النهاردة رئيس النادي أو المنظومة الرياضية أو حتى الجماهير شايف أنه فيش عفافية والأخطاء على الكل ما حادش يتكلب فأنا شايف إن الخطأ من الاتنين خطأ الأول من المنظومة بالمشكلة بالمناسبة الأخطاء على الكل دي برضو حاجة مش كويسة هو فعلياً هو فعلياً عملياً يعني الأخطاء على الكل ما فيش حاجة مقصودة خلي بالك قولت له الناس برضو لازم تفهم يعني أنا عايز معاليشها كريم أنا عايز الناس تفهم نقطة مهمة جداً إن ما فيش حاجة مقصودة يعني محدش يعني ما فيش حاكم قاصد إن يخطأ خطأ عشان يخطأ الحاكم قبل ما بينزل المباراة على المسؤولية الشخصية دي الحاكم قبل ما بينزل المباراة بيصلي رقعتين وبيدعي ربنا وبيدعي ما فيش هداء تاريخه وصبعاته اسمه عشان حاجة تسمعها من كل حاكم عشان خاطر ينزل يكون موفق في المباراة اللي بيلعبها ويطلع إن يقول أنا عملت مباراة قويسة فما فيش حد عايز ما فيش حد في اتحاد الكورة عنده هدف ضد نادي ما فيش حد في ربطة الأندية عايز يوجه الناس لحتة معينة ما فيش حد في المسابقات إنما المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية كريم إن إحنا ما عندنا زي ما كريم اتكلم فيها ما عندناش نظام من الأول ما عندناش سيستم من الأول إحنا بنقول جدول الدول من أول أسبوع لآخر الأسبوع إحنا عاملين حسابنا كذا كل الأمور تكون متقنة وضقيقة عشان ما تحصلش حالة الجدل نقطة التحكمة أنا عايز أكمل اللي فيها مع كابتن أسامة وأكد على كلامك طبعاً يا كريم وكلام كابتن أسامة إن فعلاً ما فيش حكم قاصد يخسر فريق بعينه حتى لو يخسر نفسه أولاً وهيخسر نفسه أولاً بس ده هيودنا النقطة تانية إن فيقلة كفاءات كترة جداً ما أنت ما تقتلعنش إن كل الأخطاء دي إحنا متفقين إنها مش مقصودة ما قالت الكفاءات دي اللي بتطلع بره وبتحكم زي الفل يبقى في مشكلة عندنا هنا نوصل للمشكلة فين نوصل بقى نشوف الضغط الإعلامي اللي بيسببوا على الحكام وما فيش حد من الحكام أو من لجنة الحكام بيطلع يردوا يجيب حق الحكام نشوف الكلام ده كله نشوف الخطأ ده زي ما أنت قلت بيطلع بره يكسروا الدنيا طب عندنا إيه اللي بيحصل ففي كوارث بتحصل لازم نرجح من قلوق دي هو مش بيبقى ضغط إعلامي هو بيبقى ضغط عندية أنا دايما أقول إيه يا كابتن قسامة والشريكنا والنادي اللي كل شوية بيضغط ما كل عندية بيضغط وانت كاي بتنزل حكام يتوتر في الماتش اللي بعده التوتر ده ممكن ييجي عليك أصلا تاني بالضبط ما هذا اللي بيحصل يعني الضغط كل شوية ضغط كل شوية ضغط يا أخي سيبه يغلط مرة وعديها احنا ما بنعديش وحدة يعني أرسوا ده يا كابتن انت النهاردة ما هستبتليش جون او انا هسيبك بيان واعتراض وطلب ورد وحكام ما يحكمونيش كثير بنبالغ برضو يا كابتن قسامة ده حقيقة ده حقيقة وليزم الناس تستوعب انت محقق تقولي انت ليك حق فضل ايوا الناس لازم تستوعب انت بتعمل حالة ضغط على الحكام قبل ما بتلعب المباريات مرعبة سوشال ميديا بتشتغل بكل أشكالها بكل لونفة لنا بيتشجع نادي بشكل مرعب على الحكام ده بتستنى ان هو نازل المباراة هو خايف من الخطأ وفي عرف العلم ان اللي بيخاف من الخطأ بيخطأ صح زي اللي بيكور طول ما انت بالزبط جده طول ما انت بخايف من حاجة هتعملها صح فهو نازل خايف انه يخطأ وحريص جدا انه ما يخطأش فالأسف الشديد بياخد قرارات خطيئة من قطر الضغوط الموجود عليه صح باتمنى انه عشان نقفل الصفحة دي وزي ما انتكلمت في نقطة مهمة جدا احنا عشنا فترات صعبة جدا 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 ايام كورونا او قبلها في ايام تانية من اشكال تانية عشنا ايام بنتمنى عودة النشاط الرياضي بنتمنى ان الجمهور بعد عودة النشاط الرياضي الناس بتطالب بوجود الجمهور وما بقاش 2003 و05 لا احنا عايزين المدرجات تتملي مع كل الاصوات العالية اللي بتنادي بكل ده عشان المنظومة دي ترجع بقوتها وتتعافى بشكل كبير جدا محتاجين ان الناس كلها تفهم ان من الاول لا في سيستم بالاول في نظام بالاول في خريط الطريق بنشتغل عليها وده مش عيب مش عيب ان احنا نقول احنا اخطأنا وعندنا اخطاء طب حلولها ايه نجيب ونقعد ونقول انه ملعيب ان احنا نبدأ موسم جديدة كريم بنفس الاخطاء بنفس الاشكال بنفس كل المعطيات اللي موجود بنستر احنا بلنا كم سنة بنبدأ نفس الطريق لسه قبل ما نخش علاوك اتبا اتكلم مع الزميل الخليفة طبعا المحلل اللي انا بحبه جدا يعني فبقوله طب ايه اللي يمنع لو جبنا حد من الدور اللي انجليزي مثلا انه روت علي يا عم نظم لنا الدور ده او ادينا خارطة الطريق زمان كابت المصامة مش عارف مش عارف ليه احنا جبنا خبيلت تحكيه معا جدا ما عارف انا مبكامش على الخبير انا باتكلم حد يحط لك على نظام المصابات المصري الاسماعيل الاندادة كلها يتحط لها الجدول وما فيش تأجلات انا دخلنا في حيطة برضو كنت عايز نط على مطش الزمانيك على طول بس هروح لك فيها انا مش قادر بصراحة جبنا رئيس لجنة المسابيات من الدور رئيس لجنة المسابيات اللي بيشتغل في الدول الانجيزي بلوقتي مش مسابق كمان اللي بيشتغل دلوقتي في الدول الانجيزي اه ويقال لك الجدول اهو هنشتغل كذا 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 النادي الاهلي يعترض على اقامة هذه المباراة في التوقيت دوت عشان بيمثل مصر الزمالك يعترض على اقامة المباراة عشان بيمثل الزمالك المصري يعترض عشان المباراة بالنهار الاسماعيلي متضايق عشان هوش معنى الاهلي وزا هتلاقي نفسك نفس اللف لو فيه خلي بالك لو خدت دوري بسيستم وبنظام محدد وبالشكل المحدد ومشيته على الكل بلا السيستان ما خلتش بياه الوقت الداخلية ولا المقولين هم اللي في قاع الجدول والاهلي والزمالك وابيرانده هم المتصدرين اللي بينطبق على المتصدر زي اللي بينقابد على ايه هي مش مش كسة الفرد بعد الوقت مش كسة اجنابي ولا مصري كسة ده احنا لما نحط النظام انا ممكن نحط لك نظام دلوقتي بس لو سمحت كابتن الاسام لو انت اللي بتدير طبقه بحزفيره هيحصل فيها مشكلة هيعمل لاش علاقة بالشخص مش الشخص اللي عنده اللي هيعمل احنا انا وحضر لك والكابتن كريم لو قامنا دلوقتي رسمنا جدول كده وانا المشاهد احنا نحط نعمله عادي امش على فكرة فيه برامج لا اصدده برامج احنا مش نحسم ايرانيوم التواريخ الدوري والاتزامات الدولية والاجندة الدولية اللي بالنسبالك والاجندة الافرقية للاندية والكلام ده كله تقدر تدخل لها ده واتدخل بيانات الاندية كلها واتدخل كل ده وال18 نادي بقرائتهم بالكلام ده كله يدي الجدوى المنتظم بس انت طبق هي قصة ان انت ايه في الاخر طبق وطبق على الكبير قبل الصغية طيب نروح للزمالك النهاردة زمالك النهاردة تخلص من كثير من الضغوط لعب النهاردة مباراة هجومية محترمة جدا امام سيروميجا كيلو باتر ايه اكتر حاجة لفت اتنظرك في المباراة يعني اكتر حاجة لفت اتنظرك ان الكرة الطويلة اللي دايما كان بتعمل لسيف الدين الجزيرة النهاردة ما كانتش موجودة كان دايما بلعب على الاطراف خصوصا مصطفى شلبي اللي شايفه النهاردة من احسن ماتشاطه من وقت ما جي نادة الزمالك شايف ان جميز كان دايز بنزين وكان محظوظه النهاردة ان هو يسبب الدونجا بس وبلعب بخمسة دايما بيهجمه دونجا شباب الحاجات بتاعت الكابتن كريم الخمسة دول بيهجمه القدام دايما ده سبب مشاكل كبيرة جدا في البطء من الارتداد من الهجوم للدفاع دي سببت مشاكل كبيرة جدا عن الارت الزمالك وان الارت الزمالك محظوظه النهاردة يمكن كان يخسر اكتر من هدف او يجي في اكتر من هدف ضح ما حصلش لكن من فترات كبيرة جدا ما بنشوفش الزمالك يلعب على الاطراف ما بنشوفش الزمالك وطمانتاشر يمكن دي اول كرة اللي دايما الزمالك متعود عليها يلعبها على طول في ظهر الاتنين مدفعين ده بقى مصطفى شلبي اللي هنتكلم عنه النهاردة من احسن مدشوقت وبصها كريم الكرة لما يستلمها هنا هتبدأ تدور وبصها يلفع يبص الناحية التانية دي اول كرة لنحيتي لمن زيزو دي جابة زيزو لتعمل دابل بس زيزو هيعدي ده الهدف الاول تلاتة في الثمانتاشر جوال جوال الثمانتاشر لنادي الزمالك وده حاجة ما شفناش بقى انه كتير جدا وقفرت عمل من زيزو ومصطفى شلبي لقاها بصورة كويسة واحرز الهدف الاول ده الضغط العليل احنا بنتكلم عنه للزمالك كان مميز فيه النهاردة نفس الكلام هتلاقي مصطفى شلبي اللي بيعمل كل الهجمات الخطر من احسن مدشوقتو النهاردة وانا استغربت النهاردة ازاي ما ياخدش منقفزة مدش ممكن خدو زيزو عشان الهدفين او الاسس برضو بص كم كورة بص مصطفى شلبي هايسرق الراجل ازاي نحتل مين وهتتلعب له خلي بالك كل ده الزمالك ما هجيمش من العمق خالص خد بالك هو زيزو النهاردة على مصطفى العقام كمان متفوق على مصطفى شلبي بس انت عشان بيت معتاد ان انت تشوف زيزو كده زيزو كده ده الطبيعي بتاعهم ومصطفى شلبي مش كده فالنهاردة انت لفت نظرك برضو الكورة اللي بعدها على طول هتلاقي مصطفى شلبي هو اللي هيكمل ويلعبها كل ده ومفيش حجمة واحدة للزمالك من عمق الملعب هتلاقي بس تزديتين لناصر منسي هم اللي على حدود 18 ما اخترقش من العمق خالص كابتن ايمان رماضي هنقفل بصورة كويسة جدا على الزمالك لغاية ما بدأ يغير الشرط التاني ناصر ماهر ده الكورة اللي احنا بنتكلم عنها التزديدة واللي هيكمل فيها دونج ده يمكن اول تزديدة للزمالك في الشرط الاول كله هتخش على طول بعد كده بتشوف النهاردة التزديدة التانية ودي اللي هتجي منها ضربة الجزاء بس مش هتحتسب يعني كان عبدالله السعيد افساية دول الشوتين بالزبط اللي على حدود 18 لناتزة مالك طيب هكمل معاك الزمالك بس نروح برضو للكابتن قسامة اخد رأيه على المباراة النهاردة وابرز الحاجات اللي انت شفتها انا شفت حاجتين مهمين جدا بعيدة عن الاهداف والنتيجة ومكسب كبير لناتزة مالك بعد عودته لمسابقة الدوري نما كمية مسباص كبيرة جدا كبيرة جدا جبنا منهم خمس حالات يعني يعرضهم لنا هنعرضهم حالة دي حاجة الحاجة التانية شفت زيزو بكوالتي شكل جديد خالص اهو في كل الحالات اللي مفيش هدف من الاربع قبل ما تبدأ بس قبل ما تبدأ نتكلم بس على ايه نتكلم عن الحالات ونرجع لزيزو دي هتها من الاول معلش هتها من الاول دي كرة الهدف طبعا دي كرة الهدف تفرج على التمريرة ودي كرة الهدف هنا اهو من عمر جابر عمر جابر بيمرر تمرير الدونجة في نص الملعب مش شايف تمرير لتصديق جولة على طول ده هدف من العمق حسام عبد المجيد هتلاقيه في كل لقطة من اللقطات اللي انت شفتها دي في مشكلة هنا المسلوس بيلعب واحدة من العمق برضو في ميز باص تاني هو بيلعب واحدة من العمق في قلب الملعب تتقطع بقت هاجمة خطرة على ناد الزمالك بالشكل ده وعنده اتنين لعيبة سرمخ كلباطرة صديق جولة وجونئر بوكا ده فرصة هدف محقق طبعا يعني مشكلة كبيرة دي برضو فرصة من الفرص كرة هي في نص ملعب مع عبد الله وتتقطع منه برضو ده ميز باص برضو هو بنفس الكلام وده هاجمة تانية برضو من العمق وده حسام عبد المجيد اللي الراجل المفترض يروح يضغط سايب الناس بشكل غريب جدا يعني كل دي ممكن كانت تبقى فيه مشكل كبيرة جدا من ناد الزمالك وبالأخص في الخمسة واربعين دي الأولى برضو نفس الكلام برضو ميز باص في الهاجمة اللي فاتت دي وده كرة من الكرات اللي مكانش فيها قصية لولا اللعيب وكرة واقفت تحت رجليه وفي خروج محمد صبحي كان قرار سليم جدا وكرة واقفت تحت رجليه هنا ما بقاش عارف يعمل ايه فطبعا دي كرة كانت بتاعة هدف برضو هنا برضو الشكل الكرة دي حسام عبد مجيد شوف بيطلع الكرة لولا تقلق محمد صبحي في الكرة دي كانت ممكن تبقى كلافة ناد الزمالك هدف فدي كلها أخطاء كمية ميز باص بص يشيل الكرة يعني مع الفوز الكبير للزمالك دوت كان فيه أخطاء كتير طبعا أخطاء دفاعية مرعبة واللي لازم يعني ناد الزمالك لازم يبحث عن مساك جيد أفضل من حسام عبد مجيد لأن وأنا بقول من دلوقتي برضو عشان المنتخب الأولمبي اللي هيلعب في الأولمبيات محتاج مكالي أن يعيد النظر في هذا المركز لأن في الأولمبيات الرتم أسرع بكتير جدا مستوى وكوالة اللعيبة والمنتخبات اللي هلعبها بشكل كبير يكون مين يعني من رأيينا الشخصي محمد عبد مينعم لازم يكون موجود لازم يكون موجود مع المنتخب الأولمبي لأن حسام عبد مجيد لا قوالة نادي الزمالك ولا قوالة أن يكون لعيب مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات تبقى كويس مع فريلا مش بص عنده مشاكل كتير جدا هو والأسف الشديد مش قادر يطور من نفسه إنما الزمالك مضطر لأنه في الآخر بيلعب واحد أصلا اسمه المسلوسي بيلعبه جنبه عشان مش في مكانه يعني هو عنده مشكلة من بعد غياب الوينش يمكن في طريق التلاتة أما كان موجود الوينش وحسام والمسلوسي بيعرف يلعب حساما ما حد بيعرف يغطي من وراءه بشكل كويس جدا إنما هو عنده مشكلة في واحد على واحد في حالة بطء في السرعات عنده مشكلة في قرية اللعبة عنده مشكلة عنده مشاكل كبيرة لازم تلعب بتلاتة عشان يبتدي يديك مردود كويس عشان يبتدي يعني ما يغلط يبقى فيه حد بيغطيه بشكل كويس إنما بالحالات اللي احنا بنشوفها دي لا دي يعمل مشكلة ومشكلة كبيرة نادي الزمالك والمنتخب الولومبي في المنبيات هجيلك على زيزو أنا ببا هكمل عبره على كلمات كابتن قوساما إن أغلب المس باس ده بيأكد الكلام اللي أنا قلته إن زمالك النهاردة كانو أخد ريسكي كبير جدا إن الخامسة دايما طيرين اللي قدام مفيش هلا دونجا يمكن الهدف الأول ظهر كده إن دونجا طبعا هو غلط من دونجا ان هو يفوتوا الكرة في مكان خطرة زي ده ومشايف اللي في ظهره فالكرة تقطعت منه لو فيد فندر تاني جنبه كان ممكن يغطي الكرة دي ويلحقه لكن ما فيش حد جنبه فده برضو كان ريسكي كبير جدا ان دونج هو الواحد يبقى فوسط الملعب بأكد على حسام حسام بتتفي معاك ان هو ممكن يكون خمى كويس لكن هو عنده انعدام ثقة انعدام ثقة هو واضح جدا ومشكلة انعدام الثقة اللي عنده حسام ان دايما زي ما كابتون حسام بيتكلم بيطلع من غلط لغلط ممكن مدافع يبقى عنده مشكلة في الطايمينج لكن بيغطي كويس لكن حسام النهاردة ما بيغطيش كويس بس ليبقى انت معلش كبت الكلمة انت مدافع طبعا امتى يبقى عندك انعدام ثقة لما تبقى الآن ان فيه واحد عالدكة ممكن ياخد مكانك مش شرط لا ما انا هاكمل لك انا دلوقتي مثلا في الملعب اغلط طبعا ما انا كيك يا بقى لعب فانا بقى حسن لنفسي يعني انا اللي بقى تحسن كيك انا مش هخرج من الارض الملعب عشان ما فيش بديل برا ما فيش لعيب عالدك فحسن امتى بقى هبقى متوتر جدا لو في حد بيدابدب ورايا فانا كل كورة خايف اتعامل معاه لكن عندك مشكلة وانت فيش حد بيدابدب وراك يتبقى مشكلة اكبر لا دي مشكلة اكبر طبعا لكن انت عندك الضغط الجماهيري برضو لان كل اللعبة الوقت يمتابع السوشال ميديا يمتابع القناوات كلها حسن غلطاته واضحة زي ما احنا بنتكلم على غلطاته هتلاقي مليون برنامج النهاردة بتكلم على غلطات حسن القاتلة النهاردة فهو بيسمع وبتفرج كل دي ممكن تأثر عليه مش شرط يكون واحد اعيد له خلي بالك انت ممكن لو واحد اعيد له على الدكة ممكن تلاقي حسن من كده بكتير هو عارف ان مكانه مش هيروح لكن طول ما فيه رعونة في الاداء انا عارف كيف كان انا هلعب وحش حلو بلعب فدي بتزوده سوء اكتر رعونة ولا قدرات انا شايف ان الثقة كمان مؤثر علي اكتر بدليل ان اخطاقها بتتكرر وبيبتكر اخطاق تانية انا جايب لقطات لفريق السيراميكا النهاردة اه والاخطاق الكارسية اللي تعملت اتوقع الشباب اللي تعملت الاخطاق الكارسية اللي تعملت خلي بالك خلينا اتفع على حاجة بس قبل ما نتكلم ثواني واحدة عمي يلا يلا تعالك كلمة محميش الزمالك دايما عنده مشكلة اول ما كرة تتحط في ظهر الاربعة الورا والنهاردة اتكلم عنها جوميز قالك ان اللي ارتدد من الهجوم للدفاع مكانش كويس فبالتالي اي كرة في ظهر خط الزمالك دي مشكلة طب ايه حل المشكلة دي يا اما المدافعين يعملوا دليل شوية ويأخروا يا اما تمنع الكرة قبل ما تطلع زي هنا بص الضغط محدش ضغط ولا عمل حاجة اتلعبت في الضغط انت عامل ضغط عالي بس بشكل مستليم بالضبط دي مشكلة الزمالك دي مشكلة الزمالك فوسط الملعب وهو اكيد مدرك ان هو الواحد فوسط الملعب جون ابوكا مش هيفكر كتير اي كرة في خط الزهر هتلاقي مشكلة كبير جدا بس نرجع للكرة حسام عب مجيد تاني معلش الهدف اللي بجي كرة بتاعت اني جون ابوكا اللي هيغلط فيها دونجا دونجا مفروض يستلم فوتها انا عايزك تبص على حسام وتبص على الثلاث مدافعين بس نقف هنا يا شباب ارجع تاني بس حسام لو خد بص الثلاثة بص الثلاثة وبص حسام فين مشكلة كبيرة جدا لأي مدافع النهاردة الثلاثة دول سهيلوا عليك ان انت تطلع خطوتين ثلاثة الفروت مش شايفك الفروت بيبص على الكرة بس النهاردة انا لو ما كان حسام او اي مدافع زاكي ما كان حسام انا مش هكمل معاه انا هطلع ثلاثة اربعة خطوات وهسيبه في الوف سايت يا اما احمي جونه ولا حمى جونه ولا طلع تلاثة اربعة خطوات ودي الاخطاء اللي كابتن قسام بتكلم عنها ومشيت ورق ابوك حتى ما عفلتش عليها حتى لو انت بتجري معاه محمدش جونك وفضلت مكمل معاه وهيشوت ولا منك تلعت على الوف سايت ولا منك حامي جونك اسعلى كده بقى اي كرة في خط ضهر الزمالك بتبقى مشكلة كبيرة جدا لازم الزمالك يلعب باتنين دفندرات النهاردة حظه كان كويس ان في كورك ترى جدا راحت برضو الميز باص اللي احنا بنتكلم عليه وبص المدافعي اللي ما بتطلع لقدامه نفس الكرة اللي كابتن قسام بتكلم عنها بص هنا بقى كم على كم اتنين على اتنين وهيكمل هيبقى ثلاثة على اتنين نفس الكلام ما تقطعتش كويس والراجل شاطكة ممكن تجي بوان كوارس في خط ضهر الزمالك حتى المسلوسي انا شايفه مطشين ثلاثة مش في احسن حالاته لازم الزمالك اللقطة الاولى اول فرصة هات كده اول فرصة ضيحها النادي الاسراميكا هاتشوف نفس الكلام حسام رجع خطوطين ثلاثة وفي الاخر طلع ومغطاش بص الكرة عدت بقى هتلعبت هو تحس متلعبت بص هو فين بص هو فين بص بيرجع فين الكرة هي كرة تيجي جونه هو فين بص حسام عبد بجيت فين يعني كرة اتضربت اهي تمام وبص حسام عبد برجع فين الكرة بتيجي جونه هو السردباك اللي هو المفترض يحمل منطقة دي وهو فين دلوقتي كرة الراجل بيجيب جونه هو فين لسه راجع بره البعبة حالوس فهنا فيه مشاكل واضحة جدا لازم لازم حد يؤد الكرة دي لو محمد صبح لو مطلعش انفراد بالزبط لو صبح مخرقش مشكلة لازم يعلمه كلام ده ولازم يقوله كلام ده ولازم يكون الزمالك محتاج حد كويس في الحتة دي بشكل كبير لا زيزو هاي النهاردة ما شاء الله يعني النهاردة من احسن الحاجات اللي في عودة نادز الزمالك النهاردة كان زيزو احمد سيد زيزو عمل كل حاجة النهاردة في الكورة مفيش جون من الاربعة غير ما كان فيه لمسة في الاخر من زيزو اه عمل اتنين اسيست واحرز هدف انما حتى في الهدف اللي هو ما كانش عمل اسيست فيه انما كان مشارك فيه اللي هو الضربة الرقنية ولو هم يجيبوا لنا اللقطات بتاع زيزو كلها بص الهدف الاولاني التحارج زيزو بص الكروس ورفع عينه ومعد يومد المساحر الراجل عاملها نموذج لمصطفة شلبي بيقول لي اي حد هنا تعالى تعالى جيب جون فده كوالة اللعيب لا كوالة اللعيب كبير زيزو حاجة كبيرة جدا هنا ده الهدف اهو التاني اهو بص زيزو مع عبدالله عبدالله لعب كورة الناصر التصويبة القوية جدا اللي عملها بالضبط كده وقام على طول دونجا احرز منها الهدف فبرضو شارك معنا شوف الهدف بقى انا عايزك تشوف ونقف عند الهدف التالت اللي صنعه زيزو بص لا ارجع من الاول ارجع من الاول حت اللقطة بتعا زيزو ده من الاول هنا عا傷 تقول لي ان العب بالسلم الكرة من نص الملعب هنا هل المدرب قال له خد الكرة واعمل ده ولا ده مهارة فردية اللاعب. دي مهارة فردية وفروق فردية اللاعب. فهنا نعرف امكانيات يعني ايه قدرات وامكانيات اللاعب وعدم قدرات وامكانيات اللاعب. هنا زيزو عمل بمهارة فردية اخترك كل دفاعات سيراميقة من نص الملعب كامل بقى ماشي الكرة في حالتها الطبعية. ماشي اللاعبة في حالتها الطبعية. واخترك وعدم للناس كلها ووسع لنفسه وقدم لساحة نفسه عشان يقرأ لللي جاي النضاي عشان احرز منه الهدف الاسست الهدف ده من الاهداف الصعبة جدا 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 ومن الاحلى الاهداف اللي من وجهة نظري التفضلة كريم وانا اقول لك ليه من احلى الاهداف نرجع يا شباب نرجع تاني بس اهو اهو نكمل بيها انا بتفي مع كابتن قسامة هنا شخصية زيزو مختلف عن اي لعب في مصر لكن هنا ما يكمل عايز هو بعمل اوفر اوقف اوقف اخطر اوفر اوقف هنا بس اخطر اوفر في العالم وكابتن قسامة بيشاركنا في الحل على الارض غير انه هو على الارض اللي بتعمل في مساحة معينة ايه يا المساحة دي ما بين حرس المرمى وما بين المدافعين المدافع هنا لو حط رجله هيجيب جنف نفسه اللي هو الرقم 6 اقرب واحد للعبة اقرب واحد للعبة وبس ان ما قدرش يخرج عليها دي بروين دايما بيعمل ايه بيمسي الكرة نحي تليمين او الشمال تلقي اعملها في ظهر المدافعين اللي هي المسافة اللي احنا بنتكلم عنها هتلاقي هالاند جاي ورح حطت رجله كده او في الفودن بيحطها علي معلول ما بيعملشها للأوفر ده زيزو من اللعبة كثيرة اللي بأكد على كلام الكابتن قسامة لان الأوفر ده ما ايحدش عميله ايحد ممكن تانا يرفع اللي تحت هيرفعها عالية في الهواء او يلعبها جوه السبتة او يلعبها جوه السبتة فيقدر ياخدوا القرار يلعبها برا زيادة في المدافع اي عرض يضح لانما في المساحة اللي زي ما اتكلم كريم كده في المساحة اللي ما بين المدافع وخط الستة دي لا صعبة جدا المدافع هيجيب جل لو قربها هيجيب جل في نفسه يا اما هتبقى شكل الهدف اللي انت شفته ده ما بين المسافة طبعا عزيم هاتوا اللقات اللي بعدك شبير او من اللعب كبير وحاجة محترمة زيزو بصراحة من العلامات المضيئة الوقت اللي موجودة في الكرة المصرية مالك هنا نضاي انما هتتفرق برضو ازاي زيزو يقدر اه نضاي وصل هنا كان يقدر يحط انما افضل انه يلعب لزيزو زي ما اهداله هدف بص زيزو وقف الكرة ازاي شايف الاستلام ازاي في الحتة دي والتقل ورفع وشو عشان يشوف محمد بسام وقف ايوه بص جاء سلام وحتة صعبة جدا على حرس المرمى يستحق ان يكون نجم المباراة وافضل لعب في المباراة ونتمنى ان كل عقليات اللعيبة اللي موجودة في الدورة المصري تكون من نوعية عقليات زيزو لو قرنت بالكرة اللي جابها زيزو في الهدف الاخري ده انا قدت برضو جايبها وما بين كرة اوباما يعتبر الاتنين واحد في الفينيش بتاعهم هتوع يا شباب يعني هات كرة اوباما بعد ما رأس واحد والتاني وراح منين بسام على الارض الجن يعتبر فاضي قدامه لكن مقدرش بالهدوء اللي عنده زي زيزو كده يحطها في المرمى حطها بره خالص لكن زيزو حطتها في سقف الشبكة لا ورفع وشه رفع وشه شوف السلام ازاي ورفع وشه زي عشان يشوف بسام جاي فاني حتة وحطات زي هي هيها بالضبط كرة اوباما بس اوباما للأسف انا مش عارف ازعل عليه ولا ازعل منه بصراح اوباما يعني يصفه اوباما محتاج محتاج يرجع تاني اخذ صيغات الجماهير يمكن احرز هدف فترة قريبة لكن الاخطاء بتاعته دي كرة دي زيزو بص حطها في سقف الشبكة ازاي احنا عايزين كرة اوباما انا جايب هلو دي كرة اوباما بص بعدها هي هيها بص حطها بره تاني ازاي حطها في الضياق في السقف كده زي زيزو زي زيزو بالزبط فهده الفرق اللي كابتن قسمة بالكلم ما رفعش وشه ما رفعش وشه استعجل ماملاش بطن رجله اوي عشان كه طلعت ضعيفة وفتحت منه لبرة لكن بص يزود نهاردة لما واحد بسيقه حطها في سقف الشبكة ازاي صحيح كابتن كريم شرفت ونورت دايما لقادة معاك حلوة ربنا يا خليك كريم لما بسوط ان انا معاك ومع حبيبي طبعا كابتن اسامة شاء الله كابتن اسامة ونورت الدنيا كالعاد ربنا يا خليك شكرا حبيبي الكريم طبعا حبيبي سعيد وانا معا يا ربي خليك حليسا مكملين مع حضراتكم بعض الفاصل زملاء العزاء محمد جمال ومحمد خليفة خليكم يعلم مع حضراتكم مرة اخرى اشرفني وينورني في هزي الفقرة لأصدقاء العزاء محمد جمال ومحمد خليفة يا جيمي من نورت دنيا حبيبي يا كيم اخبرك ايه كله زي الفل انا احب الحمس الحلو اللي انت ده بي ده خليفة من نورت دنيا بنورك يا كريم سعيد انا معاك طبعا وحبيبي ابن حماس جيمي طبعا تناول بس اسود ان انا بقى من المبلاك بس يعني انا انا احايف نسيته انت لازم بتبقى في ده المميزة حبيبي ده انت اللي مميزة طيب اكيد هبدأ بالزمالك وابدأ معاك خليفة وبعاكي هنرجع للأهلي مبالح كبان عشان فيه كلام مهم جدا ما هنجدين نتكلمه على الأهلي الزمالك النهاردة رائعك كان فيها اه خلينا نقول ان الزمالك على قد الفوز لكن الزمالك هنتكلم على حاجات الكويسة اللي الزمالك عملها النهاردة لكن لازم نبدأ بمشاكل خط ادفاع الزمالك النهاردة سيراميكا كان عامل ريزك بالضغط على ادفاع الزمالك ومعل خط الضغط وبيلعب على جونق بوكا في مساحات هل الزمالك نجح في التعاون مع ده لا الزمالك لما نجح في التعاون مع ده تعال نشوف يلا ده ظهر إزاي في الزمالك علشان خطر جزوجه ميز محتاجه هو بفكر في الموسم الجديد يفكر دايما في مشاكله اللي موجودة هنا قبل حتى ما الزمالك يسجل السراميكا عنده فرصة مرة واثنين وثلاثة إن يلعب على خطة فعلي الزمالك ويخترقه بسهولة جدا اعتمادا على سرعة اتنين اللعبة صديقه جولة وابوكا اللي اتنين وصلوا وهددوا مرمى الزمالك بشكل كبير جدا دايما صور هجمات السراميكا هتلاقيها ضغط تحولات سريعة جدا هنا طبعا الهدف خطأ من دونجا لكن الزمالك فشل في التعامل مع أي تحول طول اللقاء سراميكا لوباترا كان بتلعبه بسرعة فده حيبقى مشكلة في الزمالك وهو بيلاعب أي فريق عنده قدرة على أن يتحول عليه بسرعة وانسي إن الزمالك بيفقده الكورة بيسمح جدا لأي فريق إنه هو يعمل عليه الهجمة السريعة فريق سراميكا متميز آه لكن الزمالك ما فشلش مرة احنا هنا بنتكلم مثلا في حوالي أربع فرص في الشوت واحد اللي هو الشوت الأول كانوا قاربين جدا من مرمى الزمالك ودي مشكلة كبيرة لأن الدورة المصري علمنا إن الفريق المتمسك دفاعيا هو الفريق اللي بينانه البطولة في أغلب السنين فالزمالك لو بيعد نفسه عشان يلعب في موسم جديد يصلح فيه أخطاء الموسم ده وينفس بفعليا لازم يشوف خط تفاعه النهاردة في مواجهة فريق متوسط مميز آه لكن في النهاية وفريق متوسط كان عامل إزاي في كل اللحظات اللي الزمالك كان بيفقد فيها الكورة وبيتم عليه التحول سريعا كان خطه وسطه مكشوف وخط تفاعه ما قادرش يتعامل على فكرة الكورة دي كانت قابلة هدف الزمالك التاني بحسب التسلل كورة دي كانت سليمة 100% طيب دايما نتعودنا على حاجة كريمة لما يبقى فريق بياخد عليك الرزق انت بتدفع الفاتورة الزمالك قادر فعل يدفع سيراميكا الفاتورة لكن في شيء منع الزمالك انه هو يدفع سيراميكا الفاتورة دي زايدة ويمنع سيراميكا من انه هو ياخد الرزق ده كان ايه الشيء ده بقى وجود أوباما كمهاجم في الزمالك أوباما فشل مع الزمالك في انه هو يعمل الاستفادة من مغامرة سيراميكا إزاي تعال نشوف سريعاً صور بتستعرض معنا الشكل الزمالك الزمالك بدأ اللقاء كده دونجا عبدالله السعيد نصر ماهر أوباما زيزو مصطفى شلم في الشروط الثاني اللي هو أسوأ فترات الزمالك اللي استعاد في الاستبالها ده في التعادل حنلاقي إن المساندة بتاعة أوباما من زيزو وشلم تراجعت نشوف الصورة اللي بعدية حتلاقي إن بقى أوباما الواحده وهنا أوباما ما قدرش يستفيد من تقدم خطة فع سراميكا إنه مش لعيب يقدر يلعب في مساحات فاللي حصل إن زمالك صلح ده لكن في آخر فترة اللي زمالك سجل فيها لما سعب أوباما نبص على آخر الصورة سريعاً دي الفترة اللي زمالك سجل فيها ده في نهاية اللقاء سعب أوباما نزل اللعبة تجري بقى في المساحات زمالك عنده عمار عنده نضاي عنده زيزو تعال نشوف فشل أوباما في الاستفادة من المساحات بتاعة سراميكا هنا زيزو بيرميله الكرة ده لو لعيب سريع كان يقدر يروح أوباما مش قادر يستفيد من المساحات الموجودة في تقدم خطة فع سراميكا ودي مش مرة سريعاً برضو نيجي اللقطة اللي بعديها هتلاقي إنه دايماً بيبقى فيه مساحة ودايماً أوباما بيفشل في الاستفادة من المساحة دي بص هنا يعني هنا نصر قادر يستفيد من مغامرة سراميكا اللي هو واحد على واحد وعدة أوباما هنا يمكن دي اللي مش عليها قوي لكن بشرح لك إنه أوباما قتحت لي أكتر من كرة يقدر يندم سراميكا على تقديم خطة فعهم اللي ما قدرش يستفيد منها يمكن كتأبرز لقطة اللي هي الجاية دي كانت تمريرة ممتازة من نصر ماهر أوباما هنا استفاد برضو لكن مشكلة أوباما الكبيرة دايماً ساعات كتير تفكير بيروح لأكبر من إمكانياته في الحالات اللي هي الثقة دي إلعب على قد إمكانياتك شويتين الكرة دي آخر كرة بس أنا عايز أشرح لك فيها يعني خليت الناس تركز مع باص عبد الله السعيد عشان نشوفوا القيمة هنا بص عبد الله بص هنا وهو مش محضر قوي بص الباص حيطلع من رجله عامل إزاي قد بالك الكرة جايله بيستلم ويطلع على طول أوباما بص هنا أوباما برضو بيختار إن يرجع ده لو نفترض إن ده سيف الجزيرة أو أي لعب تاني يستلم ويروح صح فده منع الزمالك كتير جداً في موقف كتير إن يستفاد من المساحات دي ونرجع عجلية الناس تبص تاني على باص عبد الله السعيد عشان عجبنا إيه رجعه 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 شباب ما أقول لك رجعه لأنه نعجبني الباص أيها من عبد الله السعيد أنا بعجبني فكرة إن ما يبقاش عندك المساحة والزمن إن أنت تفكر وتبص وترفع لكن في نفس الوقت إنت محضر وعارف أنت هتعمل إيه عبد الله السعيد مع الفارق عشان بس بحب أقول الجملة دي دايماً زمان وأنا بفرج على زين الدين زيدان أنا بحس هنا بفرج على زين الدين زيدان إن فيه كامانجا شغالة فيه عصف بيحصل عبد الله السعيد مع الفارق طبعاً على الدول المصري بتحس نفس الإحساس دا اللي هو كل كرة طلع من رجلة عبد الله السعيد فيها مزيكة أنا بحقيك على التشبيه والوصف بتاع عصف الكامانجا لأنه فعلاً أشبع بماسترو بيعجبني فيه فكرة اللي هو بنفتخطها كتير فيما لعبنا كانت موجودة زمان في لعبه كتير اللي هو قبل ما تجله الكرة غالباً شايف وعارفه وحيعمل إيه صح أنا بتشوف دلوقتي لعبه كتير كريم ببصت احت رجله كده كمان يا خليب الكريميك على قوالة الباصة كمان مش بقى ممكن تاخد القرار ممكن يبقى عندك الفكر بس القرار بيطلع حلو النفس اللي الكلم عليه في أوباما الخيال هنا واسع قوي يعني أوباما الفكرة هنا لامة اتنين وحط كده وضيحها الفكرة ما أفع عبد الله إن عنده الخيال ده بس عنده القدرة إنه يطلع الخيال ده في سورة انت مش هي تشتريه جيمي عندك إيه للزمالك النهاردة من مباراة الزمالك أول حاجة النهاردة أكبر ميزة كانت موجودة عند الزمالك النهاردة التصيبات الزمالك النهاردة كان بيعمل عدد كتير من التصيبات مش هي دي النقطة في فرقة كتير بتنزل حل من ضمن الحلول إنه يعمل عملية التصويب لكن فيه فرق ما بين التزديدات الاختيارية والتزديدات الإكبارية أحيانا لما بلاقي فريق متكتل يقعد دايماً نلاقي المعلقين نلاقي الناس يقول له شوت 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 هتغبط هتروح مفيش حل الدنيا قفلة لأ هو زمالك بيعيبش كده وده شغل مدير فني هو بيعمل بطريق الكرة يدخل خلة بيقعد يلف بالكرة يمين وشمال لحد ما يهيئ التزديدة عشان كده اسمها تزديدة اختيارية وشكيزة زمالك شوت الأول سدت 11 مرة على المرمى منهم 9 نكحين ده رقم ما بيحصلش 9 من 11 نصهم عند نصر ماه تعالي أنا جايب أمثل مش جايب كله خليفة هيتكلم على نفس النقطة فأنا مش جايب كل التزديدات بصة كريمة أنا دايماً بدور على أنه التزديدة تروح في مساحة الراجل يبقى عنده الوقت وعنده الزمن عنده الزمن وعنده المساحة أنه يقدر يعمل عملية التصويب أدي واحدة هتلاقاتل اللي بعديها على طول دي طبعاً لتسجل منها الهدف التاني اللي سجله نبيل عماد دونجا بعد متابعة التزديدة بتاعت نصر ماه الروح للبعد الروح للبعد وشوف التهيئة أنا ما بشوتش عشان أخلص من الكورة أنا بشوت بعد عملية من الخلخلة بختار المساحة والتوقيت عشان أسدد نهاردة بسام كان مقاوة كان ليه بعض الأخطاء في المباراة لكن شال أكتر من كورة صعبة جداً بص هنا هتلاقي إنه مصطفى شلبي بيطلع عالجناح بينزل الرياحة تاني لعمر جابر فين؟ في المساحة اللي الراجل رايح لها بيهاجم المساحة عشان يسدد منها فأنا هنا مش بتكلم على إنه أنا بسدد وخلاص بعمل عدد كبير من التصويبات اللي أنا بخلص فيها من الكورة شوف اللي بعديها هتلاقي ناصر ماهر كربون وهو أكيد ما جاتش صدفة الناصر ماهر أوه فينا في الحتة دي عشان كورة جيلك شطة وخلاص هو دايماً كتر الحلول اللي موجودة بيخلي إنه في الفرقة اللي قدامك مش مركزة نهقف العالمين هقفل على ناصر ولا عبد الله ولا أقفل على مصطف شلبي ولا على سيزو فنطول الوقت بدي المساحة والزمن للعيب اللي بيصوب ففكرة الخلخلة عشان أعمل عملية التصويب لاختياري هي اللي بتخلي التصويب ليه فعالية هي اللي بتخلي التصويب هنا بيعمل خطورة دايماً على مرمى المنافس كمالي في الجزية دي أخري في التصويب كمالي في الجزية دي بس أنا حخصصاً لعب واحد لو سألتك أي حد متابع للكورة المصرية قبل ما ناصر مهر يجي الزمالك إيه أبرز عيوب ناصر هتقولي إنه هو مش فعال أو عجون كتسديد والحيط تتطني اللقى البدنية دايماً بييجا ايه على نصر شرطة تانية وتلاقيه هدي شوية يمكن مشكلة اللقى مش عارفة تتحلي يعني ما زال بييجي برضو على الدقيقة ستين سبعين كده وتلاقي الدنيا هديت لكن مشكلة السديد بدأت تتحلي جداً في الزمالك شفنا هدفه في الاتحاد السكندرية شفنا بدأ يكون فعال على المرمى في المركز ده تعالي نشوف هنا أرقام محاولات الزمالك ونشوف نصيب ناصر مهر منها قد إيه يعني الزمالك في اللقاء ده عمل 12 محاولة على المرمى 12 محاولة على المرمى درقم كبير شوف الصورة اللي بعدها اللي بتشرح ده هنا من ده من عشرة الكربة من عشرة في الديام من 30 لـ 45 كان الزمالك عابل 9 محاولات على مرمى سيراميكا كله بطر تعالي نشوف بقى ناصر هو مين أكتر حد ساهم في الزمالك في أن يرفع الإحصائية ده الصورة اللي بعدها هنا فردية مين أكتر لعبين مساهمة خمس محاولات لناصر مهر منهم أربعة على المرمى واحدة برس بره المرمى مش هنجيب لها لقطات بس أنا عايز أقول أن من ضمن الحاجات مميزات لعب تلعب لفريق كبير تشوف فيه مشاكلك قبل ما تنضم للفريق الكبير ده وتصلح وده اللي عمل للناصر المهر وأنا بحيي عليه طيب عايز أسمع منك حاجة لديه عشان أروح لفصل وأرجع لك للأهل أما أتكلم على لعب فعال وأقول أنه اللعيد ده وصل لمرحلة أنه هو أهم لعيب في فرقته غصتها لو أبيلعب في فرقة كبيرة أدور دايما على الحلول من اللعيب اللي عنده حلول من اللعيب اللي هو مش في أفضل حالته دايما عنده حلول حلول بكرسات حلول باختراقات حلول بسرعة قادر أشد الزمالك هو النقطة الفاصلة في فرقة الزمالك كلها فرقة الزمالك نهارده قدمت مباراة كبيرة مباراة كتيرة بيقدموا مباراة كبيرة بعندي أكتر من نجم ناصر مهر عبدالله السعيد أكتر من اللعب ممكن أقولي أنه عندي لعيد بيعملي فارق زيزو في حتة تانية خالص النهارده بتكلم على أن زيزو في مباراة سراميكا والحد الدقيقة 80 والمباراة هاتو هاد سراميكا ضايع كتير الشوت الأول الزمالك إجمالا ضايع كتير جدا لكن في النهاية لما أجي أتكلم أنه راجل قادر بيصنع باليمين قادر يصنع بالشمال قادر يسجل الكرة بمنطقة البساطة بيعمل كروس بيقول له مصطفى شلبي بيقول له أي حد موجود في المكان ده جيب جول بيقول لك ينزل محمد جبال هاتو أي حد أي حد موجود يحطها جول دي واحدة شوف اللي بعدها الراجل في الكرة اللي بعدها على طول الأسست اللي يعمله لنداي عامل واحدة قبليه لما نجي نتكلم عن ضايا لو كان معنا وقت نتكلم على نضاي لأنا عايزك أخذ دقتين اتكلم على نضاي علشان هو تظلم كتير جدا في الزماليك الفترة اللي فاتت خلاص احنا جبنا الكروس هاتلي الكرة اللي بعدها على طول وبص على الكروس الكريم ده من هو بيبص هم بيجي يعمل الكروس على شيء بص الكريم هنا قافل 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 حطها إمتى حطها بعد ما رفع دماغه وشاف إن فيه العيب ناحية تانية قطع حط الكروس جول في المرتين 80% من الجول مش الرقصية ولا قطعت مصطفى شلبي وهنا مش قطعت بص نداي بص بص الراجل هنا وهو بيعدي هو كان ممكن زي أي العيب يعني بيعملها كريم عدى كرة جاعة مش على رجله القوية يروح واقف يحطها برجل اليمين أو يحطها وخلاص تغبط في المدافع شبه السيست أشرف بيشارع مرهول وضد الأهل وزيزه كان هو بداية المباراة أمام الأهل فأنت بتتكلم هنا على إنه زيزه يا كريم هو الأكثر اسهمها في الأهداف لزمالك هو اللعيب الوحيد اللي وقف على رجله في معظم المباريات هو اللي قادر يليد معظم الوقت سيقفل بالتهديف أو بالصناعة فلا من نسبة لي هو بالنسبة للزمالكوية كلهم دلوقتي بالنسبة لمنتخبنا بالنسبة للكرة المصرية عموماً لا سوبر سوبر لعيب من اللعب الأولي أولي أدروا علىها في الكرة المصرية سوبر لازم أطلع لفاصل وأحاول نخطف نضايب وفي جوزئية تانية أنت كمان عايز تتكلم في زمالك وعندي الأهلي وفضلي تقريباً 6 دقائق هنروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل خليكم معنا هذا البرنامج برعاية طيب لسه محمد جمال ومحمد خليفة مكملين معنا وجيمي حابي يتكلم كمان عن مباراة الأهلي بالأمس عايز تكلم عن إيه حبيب قبل ما يخش في اللعيبة هم ثلاث لعيبة بالنسبة لي هم اللي قدموا وسهموا في فوز الأهلي بالثلاث نقاط الأهلي لا يبحث عن الأداء الأهلي لا يبحث إلا عن شيء واحد أولاً ثم ثانياً ثم ثالثاً في هذه الفترة الأهلي هي أكتر فترة مضغوطة على مدار التلات أربعة مواسم الأخيرة عشرين مباراة في ستين يوم بتتكلم على صعوبة كبيرة جداً جداً مهما كان بيعمل عملية تدوير مهما كان قادر يعمل ده في حاجة اسمها راق ذهني إن أنا بلعيد بيلعب حتى لما برايحهم ومباراة الموضوع الجهزية الزهنية هتبقى فيها مشكلة كبيرة جداً الأهلي يبحث فقط عن الفوز أول لعيد وأهم لعيد لأنه أول مباراة بعد الإصابة واللعيد ده تحديداً لو حافظ على نفسه من الإصابات وإصاباته قلت شوية يودي خط هجوم الألف حتة تانية خالص أحياناً الناس بتتكلم على البديهيات لما بنوعد نتفرج على اليورو نتفرج على اللي بيعمله المهاجمين ونفرج على الحركية بتاعة المهاجمين فلما تيجي تتكلم على وسام أبو علي وتتفرج على بعض الحاجات اللي بيعملها تلاقي الناس مبسوطة جداً رغم من اللي بيعمله بديهيات بس بديهياته وسام أبو علي بديهياته مخلاف حتة تانية تخيل البديهيات عشان مش مقوله عند غيره عشان متعلم بره هو لو متحلم هنا ما كانش ما كانش ده حالو لا ارجع لي ما اقولش حاجة لسه لا ارجع لي الكرة من اول بص بص كريب بص دايما المهاجم اللي بيعمل ليوف يعني ايه ليوف يعني بيقدر ينزل يسحب مع المدافع ويشتغل مع المجموعة سواء يعمل اسست هو مش دور بس نروح يجيب جون هو قادر يشتغل مع المجموعة طول الوقت وسام أبو علي دراس ماله هو عمل ده في هدف ريدا سليم في مبارات الاتحاد عمل ده قبل كده لحسين الشحات عمل ده البرسيتا وعمل ده المودستو بيعمله تاني لحسين الشحات حسين الشحات دخل وعمل البنتريشن دخل انسايد استلامة وسام هو شايف حسين حاطينه الكرة لامسة بسيط تجدل ليه لانه قادر يشتغل مع المجموعة قادر يبقى شايف وعم بيبصش على الكرة ومنعزل تماما نفس القص استلامة بدوران بتصويبه ودايما نبص على رجل وقفت الكرة دي ووقفلي قبل ما يشوت على طول الوقت عشان الوقت فاضي التردد ايه بص بص وقف فين قبل ما يشوت بص دايما يا كريم وش رجل وسام مقلوب على الارض دايما مقلوب على الارض صعب جدا تلاقي وسام بيشوت الكرة وتطلع في الساعة دايما رجلية مقفولة مقفولة دي بيتوديها مقفولة اشفاء القوة الكافية لكن في الاخر دايما موجهة دايما راحة في حتة دايما تصويباته قريبة جدا من البرواز قريبة جدا من التلت كشبات كليل عشان تكنيك مليون في المية هو التكنيك بتاعه مختلف تماما انا كريم علي بدرم بص هنا نفس الكلام وقف في نفس الحتة عشان اشتغل بنفس الطريقة جيه هنا اشتغل عندوش مشكلة خالص اشتغل برجل الشمال ولولا الخطة راحة في المقصة ولولا خطة راحة في المقص كان يقدر يسجل منها وسام أبو علي مهاجم في حتة تانية خالصة كريم عن مهاجمين وده بيبقى لك الفرق لما الراجل لما مارسل كولر قال انا عندي وسام أبو علي رقم واحد كان عنده مليون حق لما فرق كبير بين وسام واي مهاجم تاني موجود حسين الشحاتي حسين الشح هايسان الشحات. هيدي النسخه اللي مرسي تو delegates. مسبت س Eastern الشحات. كل اجنيحة الاهل بتتغير الا حسين. قبل ما تعدر. كل اجنيحة الاهل بتتغير الا حسين الشحات. بيرسيت او اتغير. عب قادر اتغير. طاهر اتغير. ردا سليم اتغير. حسان بيلعب شمالة بيلعب يمين ورقة ثابتة. لكن هيدي النسخة اللي راجل przestني منها. ليه يا حسين ؟ لانك حسين بتانيت تعمل مع المجموعة. بتانيت تشتغل مع زمالك. اول قرار عندي حسين في الحالة دي وقف هنا. المعلش ارجع تاني بس ثانية ومش اوقفك تاني. ارجع هنا. ايو ايو ابن بيقف هنا بيروح تطف الجون. تيجي مطرح ما تيجي. مش مهم. هو هنا شايف زميله اشتغل معاه وبتلا يعمل ده. حسين الشحات في المباراة دي خلق تلات فرص محققة وسجل هدفين. انا عايز ايم الجناح تاني. هي دي النسخة اللي الراجل دايما بيدور عليها. هتلاقي الكرة دي الكرة دي بتاع الهدف التاني واحدة بعدها هيعملها بنفس الشكل واتروح جنب العرضة الشمال. فهي دي النسخة اللي بيدور عليها مارس الكولر. وهي دي النسخة اللي بيدور عليها الاهل في الجناح بتاعه. فاحسين الشحات في المباراة دي لو ثبت على الاداء ده. واشتغل مع المجموعة واشتغل مع زميله. لا حسين هو دي النسخة اللي يقدر يثبت نفسه في تشكيل الاهل. حتى لو الاهل عمل صفقات والاهل هيعمل صفقات على صعيد الاجنحة في الموسم اللي جاي. أخر العيد. يلا. اكرم توفيق. اكرم توفيق. هاتلي بقى لمسات اكرم توفيق. واقولك ليه اكرم توفيق بعد ما كان بعيد جدا والرجل وقف سوان. بعد 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 ما كان بعيد جدا. مع عشال الكلام يقباش مع الصور. بعد ما كان بعيد جدا اكرم توفيق هو الورقة الوحيدة اللي بتتغير. خلني اقولك ان في مباراة تفاركوا. الاهل بلعو 4 3 3. فيه ست لعيبة في الخط القدام. صح? 3 و 3. الخمسة تغيره بعد اكرم. مبارل قبلها نفس الكلام. اكرم ما بتغيرش ليه. اي فريق بيلعب على الزمن وبيلعب على الشكل اللي بيلعب به وبيلعب على المساحة. مين اللاعب اللي قادر دايما دايما يرجع كرة الاهل في المساحة? مين اللي قادر يهاجم المساحة? ويهاجم اللاعبة ويرجع لك الكرة في اي وقت من وقت المباراة? اكرم توفيق. اكتر لاعب استخلص الكرة. تاني اكتر لاعب استخلص الكرة في المباراة اكرم توفيق تمانين. اكتر لاعب اعتراضات لقرات خطرة تلاتة. اكرم توفيق. اكتر لاعب اعمل دريبل ناجح تلاتة على تلاتة دريبل. والناس ده هم بتتكلم عن قدرات البدنية. اكرم توفيق. عنده تزدتين في المباراة على المرمة من التلت الاخير اللي ما لعب فارقه. اكرم توفيق. اكبر مارسل كونر. واكبر اي حد يتفرج عليه. يقولك انه اي حد يطلع من وسط ملعب النادي الاهلي ويتغير. الا اكرم توفيق. بزمتك. في مطربين مقدروش يغنم نفس واحد كده حقا. ما شاء الله على جمال والله. ما شاء يعني. اطرف. انا صاحبال عليها خيف. خيف نفس واقف يعني مع الشر يعني. بس ما شاء الله. برابا جيمي عظمة والله. وكاليفة كان عندك حقيق اخي. احقول ان التجريب هو وسيلة جوزي جوميز الوحيدة في اللي جاي من الدول. صحيح. تعال نشوف شوية طلقتات للتجارب الجديدة في الزمال. كان مش جديدة قوي. بس مثلا صبحي. خلينا نروح لصبحي. آآ. نشوف صبحي ما بعد جوزي جوميز بدأ يعتمد عليه. النهاردة مثلا. من الحاجات اللي عجبتني في اللقاء. هنا صبحي شوف التمريرة دي برضا. هو بيلعب بركله كويس جدا. التمرير دي لعبد الله السعيد. لدرجة ان عبد الله سعيد بعد ما لعب الكرة راح سقف له صبحي. كان بيشول له. الله اللعطة دي حلوة. آآ. بص هنا محمد. ده معلش شباب اللقطة اللي فايدي تتعاد معلش. دي اللعطات بقى حلوة دي. هات. شوه عمل تمريرة فعلا تمريرة كسرة الخطوط. يعني بتاع تلعب كرة مش بتاع يتحرس برمو. بتاع عبد الله السعيد. بالزبط. ما عبد الله نحس بيه. اللي وضع. هلو بقى سقف لأجيه. عايز دون الحاجات دي بتاعتي. هههه. ماشاء الله. النقطة التانية زمالك جرب النهاردة نضاي في مراكز الهجوم. واعرب كان لرأس حربة. انا عايز اقول ان التجربة دي محتاجة تتكرم تاني في الزمالك. لان الضاي مميز جدا في الكرات العالية. بيتحرك في التلت الاخير بشكل كويس وخطر. يعني نضاي. ده احا. يعني. انا مش جايب لقطة تجوم. بس جايب لك لقطة. نضاي. عمل في اتصار بتاع رأس حربة. انا في حد تالي تتجرب النهاردة. محمد عاط. مم. ما زهرش كتير. بس الباص ده بتاع العيب كبير. يعني نرجع له تاني. باص العيب كبير بجد. يعني. من اللعب اللي بيعرف يعمل باص تلاتين يارضة. ويقطع المساحة. وبط الرجل وبيلف. وكمل عليها بقى بعد كده. انتعلم بعد ما رأي عمل الباص عمل ايه. راح كامل ورا مصطفى شلبي. وسدد الكرة. يمكن مش بافضل شكل. بس فكرة انه راح كامل في الهتة دي. راح كامل هنا. مصطفى شلبي لعبها له. حطها. يمكن نضاي لو سابها او لعبها بشكل افضل. كان ممكن تيجي جون. وكان يبقى مميز او العاطف. انا بقولك. اللاعب بقى الاخير كان عمار ياسر. اه. يمكن الجون يحسب الانضاي اكتر انه اسست. بس انا عايز اقولك حاجة. اللامسة بتاعت عمار هنا مع البرجل. دي بتاعت لعيب برضو. عارف وبيعمل ايه. لعيب تاني صغير في السن ده كان حاول يعمل يرقص يعمل حاجة زي كده. الولد لعب الكرة وراح خد مساحة بعد كده. بقى عمل الصبورت الانضاي بعد كده. وكان موجود مع عزيزو وانضاي. انا بقول الزمانك ما عندهش غير الطريق ده. يدي اوقات العاطف. يدي اوقات لمتيابة. يدي اوقات العمار. يدي اوقات لكل اللعبة دي عشان يستقر مين مكمل بعيد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا خليفة. شرفت ونورت. انا بشكرك شكرا جزيلا ومعليش تعبتك معي النهاردة. لا يا حبيبا. اننا موجود معكم مع خليفة طبعا. نورتوني والله جابدين جدا. مشكركم شكرا جزيلا الختام حاليتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب. على الفكر.